اشتركوا في القناة 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 طيب انتدي بسم الله. الناس كلها صوت ماضي واضح معها. لو حد مش معطاق. لو حد مش صوت طعم مش شغال. انا سمع صوت واحد بس. فلو حد عايز يعمل يفتق ايه. تمام يا جماعة? هنتكلم عن الدينامج. الصوت واضح. هو الدينامج بلوك. كده? ده بلوك معنا اتبعتي. بس حاجة ما بمتغيرش. لو حبيت انت نزله في اي مكان تاني سابق. طيب انا عايز اعمل بلوك بس ايه? هوا حضرتك اتغير. حضرتك هتشرح دلوقت ازاي نيكاري الدينامج بلوك مظبوط كده? نعم. تماما. اول حاجة هفكر فيها انا عايز البلوك بيبتدي منين. دي اهم حاجة. انا عايز الانشائيين بقى او الباك او شباك. عشان فيه عمرين عندنا هنعمل بشباك. بتادي الشباكة يا جماعة بيبقى فيه ا bliحطة مسلا ولتاكن متين نشوف الweiوحدة عندنا بس كام باكده يا كبير قوي اهو ادي جهزة بس انا مش عايز ابتدي حاجة جهزة انا عايز ابتدي ايه من اول خلص من البداية خلص عشان نحس بالموضوع ونبتدي فيه. تمام؟ فلن هرسم الشباك هنا. الشباك بتاقي المقاسه كام؟ اقل الشباك اللي هو 60 سنتي بتاع الحمان. فيه الشباك ممكن نعمل له صغر من كده باش منتس. اللي حط عندنا. هنقول اللي حط عندنا متين. نشوف الحط هنا كام. هنليها متين. طيب الشباك ده نعايز اعمله متغير. للحطان فيه حطة 12 سنتي 20 سنتي و 25 سنتي. فيه مسار مختلف. فنعايز اعمله العرض ده متغير. دي نقطة. نقطة التانية العرض ده تقولي الشباك نفسه بقى متغيرين. يعني الاتجاه ده كده ماشي. وفي الاتجاه ده كده متغيرين. تمام? اول حاجة هعملها ايه? هروح فاتح مكان الشباك. عشان اه افتح عشان الليرز. هعمل اللير بتاعتي. هقول لير. فيه اتنين اللير هنعملهم. اللي هو الوال. طبعا احنا هنتجاوز بقى عن حطة احنا نسامي احنا نسامي افترائية معينة. فهنتجاوز احضر. والشباك لونه ازر. ده شباك كده يا جماعة دي. فيه هنا الحيطة بتاعت الشباك حيطة الحيطة والحيطة هنا والحيطة هنا. تمام كده يا جماعة? تمام. عايزين بقى نعمل ده بلوك. البلوك عملا الشباك لا هيبتدي من الحرف اللي هو هيبقى بداية الحيطة ويبتدي يكبر ويظهر ويقصر. تمام? فهنا هاخد ده كله كده وعمل بقى نعمل ده بلوك. بقى نعمل ده بلوك. بقى نعمل ده بلوك. بقى نعمل ده بلوك. بقى نعمل ده بلوك عادي جدا. عايزين نحوله هنا بلوك ادت. تمام? ونحوله استخدام الاوامر دي. ادام نستخدام الاوامر دي معاه هو هيتحول كده ده بلوك لاحظة. كده ده ده بلوك. طيب ادوات بايه? ناخد نظر نسريع عليها الاول. في البراميترز اللي هي اتجاه الحركة. هنعملها فين? هنا في من النقطة ما. هنا لينيار. خط مستقيم. هنا خط غير مستقيم. هنا قري. بتوتيشن. اللاينمنت. فليب. بيزابيلتي ولكب. والباس بوينت. تمام? دولا سبتين هم. الاكشن بقى هو الحركة اللي عايز عاملها عليه. فهنبتدي من النقطة من الاول. بس هناخد هنا. ونحدد احنا عايزين من النقطة دي للنقطة دي. كده. الاساسي بتاعنا يا جماعة ان هو بيبقى في اسم. دي زي بالزبط. بس هو اسمه البراميتر. هنعمل له ادت. هنلاقي الحاجات الغيرت هنقول له ايه? تمام يا جماعة? طيب. الشباك بيكبر منين. ده الكتب بتاع الشباك اللي هو ده. اللي هو ده. اللي هو جزء ده بتاع الشباك. والجزء ده كمان بتاع الشباك كتف الشباك. كتف الشباك ببقى ثابت. واللي بتغير بيبقى من نص من هنا. يعني انا عايز اكبر هقول له الحتة دي كده هي اللي تتحرك معي. الجزء ده هو يتحرك معي فالجزء ده اللي بيتحرك معي فالبقى هيكبر معنا. تمام كده? فانا عملت البراميتر. اخش بقى على الاكشن. انا عايز اعمل ايه? عايز اعمل ستريتش. ستريتش اهو. نتتبع دايما الكتبات اللي تحت. في الكماند لايين عشان هي بتساعدنا قوي. بيقول له سلكت براميتر. هاخد براميتر اهو. بعدين بيقول لي ايه? ستارت بوينت. هو بصوا يا جماعة هو ملاحظين في النقطة الحمر اللي زهرت دي. في بوينت الحمراء زهرت اهي. وفي واحدة هنا اهي. فهو بيقول لي انت عايز النقطة اللي بتتحرك انهي. فانا عايز احرك الجزء ده اللي تتحركه. فهدوس الناحية دي. تمام? الجزء اللي هيتحرك. فانا هقول له الجزء ده كده اهو. من هنا الهين كده. تمام? بيقول لي سلكت الوبجيكت. هراح برضو سلكت الوبجيكت ده هي. ما تقلقوش هو ازا كان تحدد البراميتر نفسه او المربعات ما تقلقوش. هو الوبجيكتز عندنا بس هى اللي بتستعمل معاني. خلاص كده خلصنا? سلكت الوبجيكتز هنقول له انت عشان اعتبر خلصت كده. تمام? راح اقول له بقى ايه? راح فيه. سعلم بالاخوة الجميع اللي اللي لسه داخلين دلوقتي. احنا لسه مبتديين اه اللي بنعمله نحن نعملك بلوك. الديناميك بلوك. الديناميك بلوك هو ايه? احنا بس هنمسى هاده بقى عشان ايه? معلش هناخوة الجمع. هنزود الحديد بس. بنرسم احنا عايزين نعمل شباك. احنا لسلنا الشباك. في الحيطة. ادي الحيطة بتاعتنا اهي? وده الشباك اللي احنا لسبناه فيه. تمام كده? فعمل له بلوك ادت. اوكي. الديناميك بلوك العادي. هو بلوك ازا احاوله ديناميك بلوك? ان انا استعمل البراميترز مع الاكشنز. تمام يا جماعة? فانا هاخد دي البراميترز عندي البراميترز دي لو عايز احرك من نقطة معينة. لو عايز احرك نقطة معينة دي. لو خطة الانيار كامل. دي جهاز زي المستقيم. اوفيك ورأسي. والبولر اي نقطة في اي حتة. وبعدين ده الري. الروتيشن. طبعا هنخش عليهم كلهم واحدة واحدة. هنا الاكشن بقى بتاع. ان هنا بقول له اتجاه الحركة بتاعتي. الاكشن بتاع انا عايز اعمله اتجاهه ايه? باخترب من هنا. وبعدين الاكشن نفسه هو بيبقى هنا. فانعايز او ستريتش. بولر. روتيت. فليب. وهكذا. طب هنعمل ايه اول حاجة? اول حاجة لازم ناخد. اهو من هنا لهنا. دايما بعود نفسي ان 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 اتجاه الحركة في اللي انا عايز اعمله هو الحتة دي. فهي خليها النقطة التانية. يعني ما خلش ما جيش عن لينر انا عايز حركة جزء ده رح حامل كده. لأ هنعرف ليه دلوقتي بعدين. تمام? فديما الحركة دي نخلي بقى ان انا لما اجي احرك دي بقى نقطة التانية. طب ليه? عشان انا النقطة دي ما تظهرش عندي النقطة التانية ما تظهرش عندي وتعمل العلمة الصفرة دي. فانا بقى عمل تسليكت على البراميتر وخليه هنا اخر حاجة في البروبرتس هلاقي حاجة اه هم اتنين هخليهم واحد. عشان تريحني. ما تتعبنش. عشان كده معنا العلمة صفرة. يعني فيه مش متاخدة. مش معمول لها اكشن. فكده بحس ان شغل يباني. طيب. نخش اكشن بقى عليه. سكيل. ولا ستريتش. عايزين نعمل ستريتش. عايزين نشده. كده. اتجاه ده. تمام? فانا بي. فانمشي. هنخلي بنا من الكماند اللي انتحت. قولي ساركت سالكت براميتر. هدي ساركت براميتر اهو. بيقول لي. بيقول لي. فهنا بيزار دايرة حمرة. بوينت حمرة اهي نقطة حمرة. هنا لو انا عايز احرك من النقطة دي. بقف عندها. لو عايز الناحة التانية. بقف الناحة التانية كده هيبقى دي. طبعا انا عايز الناحية دي. فهدوس قريب منها لغاية لما دي كده هيت. وقول له وادوس عليها. كده اختارها. انا عايز احرك الجوز اده كله كده. فالكورنر اللي هستعمله هيبقى من هنا. من هنا لهنا كده. او بيقول لي ايه بيقول لي بس. او بيزيت كورنر. اوكي. يبقى هو الاكشن اللي هيتاخد هيتاخد في الحتة دي بس. طب لازمتوا المربع ده هنعرف بعدين هيبقى. هيفرق معنا في ايه. مسلا هنا ده مش هتحرك معاي. الجوز ده مش هتحرك معاي. انا عايز بس نشوف عشان بس نعرف نشاور. اهو. بعدين بقول لي اس اهو. كده اخدنا هنا. بعدين تمام اقول له كده اتعملت معاي. طيب لو حبيت لو حبيت يا جماعة بصوا. المامسة الاكشن ده بيزرر لنقطتين هنا وهنا. ده المجال بتاعي عشان اتاكد بالنفس ان انا مزبوط تمام. تمام اراح اقول له. اقول له. جينا هنا. هنلمسوا كده هنلاقي النقطة ظهرت هنه هي. فكرين الحركة اللي عملناها اللي هي وخلينها واحد كان هيزر المسالة هنا زي ده. المسالة الثان ده زي هنا كان هيزر هنا وهي تقعبنا. طيب هنا الشباكة عمل خلاص. طيب. نجي بقى كمعا نكبر من ستين خليه مية كمان. فانا عندي اهم. عندي في البلان بتاعي في تلت شبابيك واحد. واحد هنرجع ده تاني اهو. ده ستين اللي حملنا عليه. ده سبعين ده تمانين. ونحركه مية كده. طيب انا عايز نفس الشباك بنفس الاسم اللي هو منده ستين. تمام? هحركه هنا. هروح مسك الجريبة ديت وحركها كده. ومسك الجريبة دي وحركها كده. ودي سبت مكانة. كده نفتح تشات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا احنا احنا كررناهم تلت مرات لي دلوقتي. انا عايز اوري حضرتك انا بعمل اللي ستريتش ليه. حضرتك بتحط شباك مسلا انت حضرتك معماري. بتحط شباك فانت مش تحط لكل مقاس شباك. صح كده? تمام. انت عايز انت الاول قد تحط كل مقاس شباك. طيب احنا عايزين نعمل شباك واحد ويستخدمه كزا مقاس. يعني عندك مقاس ضرفتين. شباك الضرفتين. من مقاس كام لمقاس كام? من متر للمتر عشرين. طيب انت عندك متر ومتر خمسة ومتر عشرة ومتر خمسة ومتر عشرة ومتر عشرين. ده عزب التصميم. حسب ما انت حضرتك عاوز في الوجهة. فانت بتحطه في البنزة في البلاد. اه. اه. متر ومتر خمسة متر عشرة متر خمسة متر عشرين متر عشرين اربعة. فانت عايز توفر على نفسك البلوكات. مش كله اوش هتعمل بلوك بعض واستقللش وحديات دي كلها. فاحنا بنعمل بالشكل ده. تمام كده? تمام. جيش الباك تاني اكبر منه. اهو. نفس الحكاية. اروح اعمل اهي. كبير اهو. اروح امسك السهم دي ده. وكل اللي هعمل هو امسك السهم. وحرقه كده. تمام يا جماعة? مش واضحات. نغير. طيب دي النقطة اللي جان لها لقسة التالية. هنغير اللون نخليه مثلا. نخليه اخضر. احنا خدنا. نخليه احمر. شباك احمر. ناخد الحطاء دي. نحطها في الحيطة. كده واضحة جماعة. موظف. نقص الستريتش والالكستند. طيب ادي هو. انا مش كارب احمر احمر. زون الستريتش والالكستند. والستريتش هو الأمر المهندس عماد هونيم يقول ليه الفرق بين والستريتش والإكستند هاي فين الإكستند دي أنا مش أنا عارف زوم في الزوم صحيح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعتها شوانس لو كنا عايزين نضيف تيكست مع الشباك بحيث إن لما أعمل الستريتش اسم الشباك كمان يظهر معاه وهل لو أنا اشتغلت دوت مثلا لواحد لألف يمسح شغله برضو واحد لخمسمية ولا هيبقى كل سكيل هعمله ديناميك لوحده ونجزاكم له خيراً تمام هنرجع للإنونتيشن بتاعنا أنا عايز البلوك ده عايزه ديناميك عايزه يتقاصب بالإنونتيشن ولا لأ دي نقطة هعمله لو عايزه تقاصب بالإنونتيشن هعمل بلوك اديت بلوك اديت بي اي وهقول له هنا خبيراً هقول له نو لو أنا عايزه هايبقى قول له ياس لكننا عامله نو عشان ما يتقصرش بالسكيل ما يتقصرش بتكبير وتصغير الروحة دي حكاية البلوكات اللي هي دي الموضوع اللي الكلمة تعليلي المرة اللي فاتت اللي هو الانوتيشن لما عايز أعمل بلوك كانوتيشن أو لأ تمام؟ ده السؤال الأول السؤال الثاني أعايز أحط تيكست تعريب حاضر بس إحنا عايزين عايزين نثبت بس نعشه ونمتدي نغير فراحتنا بقى أنا عايز بس نعمل المرة اللي مش يا جماعة اللي عارف الشكله هاريب لأنه أنا بحب الفين وبرعتاشر بصراح الفين وعشرين وستعتاشر وواحد وعشرين اشتاركت عليهم بتقاكل كتيل أنا بصراح أنا عن نفسي طب خليه كلاسيك يا دكتور نعم بقول لك هو حضرتك الشاشة كلاسيك عشان مشوطها عندي معلش هي كلاسيك اه شكرا أنا دكتور اهي دكتور كلاسيك طيب أسابكو ديات وهو لو في تيكست مع الديناميك بلوك ده هيحصل له برضو هيحصل له استريتش مع البلوك هنجرب الحاجات دي كلها هاضر اه تمام هاضر بلسا عايز بتيه بس ايه اول نقطة اللي بتاخد وقت اول نقطة بتاخد وقت بس سنة بعد كده بتلاقي الحاجات وفي مشكلة في مشكلة اخر المحاضرة لو راجعنا على النقطة اللي هي بتاعة الريزر الحضراجتش ورحتها الخميسة اللي فات رايزر ايه الريزر ايه الريزر بتاعة الليفلينج تغيير الليفلينج من مليمتر لمتر انا رفعت الدروس كلها على اليوتيوب ومنفصل كل واحد كل واحد درس بتاعه منفصل ايه يعني كل كل محاضرة تترفع اليوتيوب مرفوعة يا ريدي وبعدت ال هترجع بص على مجموعة الواتس ومجموعة التليجرام هتقوم موجودين طيب 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 وشوفها لو كده رجع لي برضو في اي حاجة انا هحاضر يعني تسلم تسلم ايه طيب كلكم جربت جميع النقطة دي تمام في حد دي لسه ما جربهاش دي بتاعة ال ايه حد دي لسه ما جربهاش حاضر فاكر المحاضرة هنزولهم حاضر للمحاضر ادخل يا جماعة اكمل طيب نبجع للبلوك الالي التاني في بعد المتالي نسرع شوية بقى يا جماعة الريت بتاعنا نسرعش نحن نخلص تمام؟ تأتي home المتالي نسرع شوية بقى قصة المتالي نسرع نصدق المتالي نسرع نصدق الشوية المتالي نسرع نصدق نجد ده عشان عايزين نكبر ونجد ده ونجد 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 معهم وزيرو تمام كده يا جماعة مجدر الأساس بتاعنا ده تنين ونص هنخليه عشان نربطه مع مكانه مع الشباك نقول له اوكي ونحطه هنا هندخل على واحد لخمسين عشان نشوف شكله وندخله واحد لخمسين بتاعنا ده مش هندخل عمل هوا يا جماعة تمام كده تعالوا نجرب حاجة كده الوقتي هنقفل نقول له سيب تشينج ما زهرش حد عرف ليه هنعمل انتر نقول له ده انتر زهر معانا اوه هو السمش الكبير اللي هي عشان مش واحد لخمسين طيب هنعمل كده نرجع واحد لواحد ونحط ونفتح نفتح ده ونقول له واحد لخمسين زهر نفرق تاني طيب كده يا جماعة طيب عايزين نرى بحاجة بقى ان احنا نخلي الشباك ده كبير كده تكست فين لست متحركش ليه لاني رازم اعمل له اكشن بتاعه او هشيركه في الاكشن بتاعنا ده اهو هنقف على ده ونعمل اكشن ودوس انتر بقول له اهو هدوس على ده انتر طيب بايز احط بس ايه حط حابس حاجة كده الاول هخلي ده نوم دلوقتي وقول له اوكي اهو شفتوا يا جماعة جه معنا طب انا عايزه في المص هنا ماشي طب هعمل ايه ممكن نعيد الحتة دي تاني بس مش منس خسن انا عايز احط تكست تمام وعايز التكست يتحرك نص المسافة بتاعة الاكشن ده في عندنا براميتر اهو وفي اكشن الاكشن ده بتحرك مع البراميتر طب انا عايز عايز ده يتحرك نص المسافة بتاعة الاكشن الاول هتلعه من السيليكشن سي بتاعنا لازم يا جماعة خلي بالكو لازم يقول لكو بزيشن ماشي يا جماعة لازم يقول لكو بزيشن ده يتعمل له اكشن جديد فان ده انا عايز ندي اكشن واحد وده عايز نص المسافة اقول له اهو اكشن جديد اقول له اهو النقطة هي هي برضو اللي هو ده اقول له برضو بتحرك معي المسافة اهو نفس الاستريتش انا عايزه نص بس يا جماعة انا عايز اقول له نعمل نص بس هعمل ايه ندور على حل كده يا جماعة نشوف نمسك الموف ده ونشوف بتاعته هنا الاكشن بتاعته اهو ده واحد نخليها تمام كده يا جماعة اقول له اوكي نجرب شوفت يا جماعة في النص ازاي اهو نكبره هيجي معانا في النص واضح النقطة دي يبقى كل الشبابيك دي جات معانا في النص دلوقت حتى لو جينا نعمل خط كده طولي اهو نص يا جماعة ده هنا في النص ده متحرك شوية لان هو مع نص ده هنيجي نعمل كده هنلاقيه فعلا في النص اهو هنعمل هنا هنلاقيه فعلا في النص كده هنلاقيه فعلا في النص ده كده متفقين كده جماعة كده عملنا شباك طيب هعزين نعمل شباكة كبير شوية بقى ده ناخده اللي هو نعمل شباكة سيف بلوك از بدلا ما هو ويندو ستين هنخله ويندو اللي هو المتر المتر ده هو بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه في النص بيبقى فيه في النص آآ فاصل في النص صاح يا جماعة؟ هنرسم ناخد البصل ده كده نحط في النص لان هو بيبقى كده دي بتتحرك معانا تتحرك معانا النص هنعمل لها ايه؟ نعمل لها نفس المبدأ برضو نحنشبهنا على الويندو الف هنعمل له تاني بقى انا ممكن اعمل اكتر من اكشن على برامتر واحد؟ اه ممكن هعمل على النقطة دي برضو ايوا هيقول لي اختار الشكل هقول له نعيز ده هنا شباك انا جماعة مختار فين بس؟ عشان احرك عشان اختار النقطة دي ودي 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 الاربع نوعات دولار اللي هي دي ودي 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 المستطير اللي في النص ومدتون دولار بتوع الخطوط ده هي فبقول له select object اهيله select object سقول له دولار بس ليه مختارتش من بره؟ لانه ممكن ده يجي معايا الخط الخيجي دي يجي معايا فانا خدت دولار بس كده خلص خلصت هقول له enter تمام؟ هقول له close save هناخد دولار بس الحيطان بس كده عشان ننزل على الشباكة جديد خلقوا insert اللي هو الف خلقوا اف eigenlijk تكتبا عندما تحركش النص للمسافة. السود سابق. انا كده يا جماعة تحرك معي النص. ما تحركش معي النص. تحرك معي على طول. ليه? لان انا مخدناش عملناش نص الحركة. اللي هو مرتب له. من واحد. تمام. طيب. انا عندي اتنى سترتش اهم. صح. تمام. انا عندي اتنى سترتش اهم. انا انا واحد فيهم. لو دست عليه هيبقين لي الجرابز هنا هي. يبقى هو مش ده اللي احنا عايزين. نشوفوا السترتش التاني. اه هو ده. نعمل هنجعل بروباتس هنلاقي بستس مكتبلاير هنلاقي بوينت فايف. تمام كده يا جماعة? نعمل? ماشتنا جماعة تحرك معي ازاي? حد كده كمع نقطة? تحبيوا تجربوا? خمس ده لتجربة اشتركوا في القناة 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 يا جماعة كده يا جماعة شوفنا بقى خدنا بقى من الحكاية الحكاية المساعدة الدستانس مرتبلاير والانجل التانية دي اتلاقي دستانس واحد عادي جدا ولكن الانجل طب انا بقى لو عايز اخلي الحركة اتجاه هنا واحد واتجاه هنا نص المسافة هرح بكل ببساطة رح ملامس الاكشن ده وارح هنا هقول له نغير كده اهو شايفين يا جماعة لو جاء ناخد دايرة من هنا كده نشوف هنلاقي المسافة اهي جاتب في النص طيب نخش حاجة تاني في الناس بتعمل ايه بقى? انا لو عندي سيستم كامل وجاهز والليارز مزبوطة وكل حاجة مزبوطة بخلي الليرز بتاعة الويندو ده اتبخليها على ايه? على الزيرو عشان تاخد لون الليرو. واجي احط خطين هنا طوال حيطة اخدهم على اللير بتاع الحيطة معايا جماعة في الحيطة دي ايه ده ايه ده اتبت فنية شوية عشان ايه? بتوفر عنا الشغل شوية كتير قوي وبعدين اخدهم على اللير بتاع الحيطة انا بعمل كده ليه? لان لو عندي اعيز اعمل حاجة اسمها alignment اللي هي النقطة اعيز اعمل alignment في النقطة دي ايه بس هنا كده جماعة تمام? دي لازمتها ايه? انا خدتها وانا على الزيرو ليه? عشان لما حاولي بتاعها في هنا في اللير ويندو تبقى معايا شغالة. وليه خدنا النقطة دولة عشان لما سمحيطها جهزة كده? هيا دي. الخطينا هم معايا. خليدي ايه واضحة يا جماعة عملكم شوية بس انا اتبقى ايه دي. فانا هشتغل الشغل بتاعي كله. اهو. الشباك دي هيكبر شوية وده هيصغر شوية اهو. عايز اشتغل بقى. هو دي تاعي الويندو. اه. هناخد ده معانا في الحركة دي. الاكشن ده هقول له زود. الخطي رح نحطينا جديد. عشان ييجي معايا. هتوفر عليه الانتو دي يا جماعة. هروح هقفل اللير بتاع الويندو. تمام? هلاقي هنا ايه? الويندو تشير رحامل تريم بعينها. تريمات تريمات معايا بسرعة. بعد الان معايا على فضل. لو طبعا ايه الشكل كله جاهز. طيب. انا عندي بقى عايز عايز دهوة يا جماعة خطة هميل. زي ده كده. انا مية وعشرين. هلاقي امتين بس معانا للاول. عايز اخد بروك اللي هنا بقى ازهره. همسككم النقطة دي. ده مش الليل المنت بتاعتنا. همشي. هارب على الخط كده بقى. رحستو جماعة يا فين? اهو. رحستو جماعة? اهو. هلمس. تحط هنا اهو. عايز عاملوا ناحة تانية. حسب ما هقف من ناحية الخط. يعني المرادة هيقف فين? انا واقف فين اهو? واقف كده. تبني ناحة تانية. اقف بره الخط هنا حتى تاني. اهو. جي ناحة تاني. العيسطات دي يا جماعة. فان عايز اعملو هنا اروح عاملو من هنا. واجي من هنا. اعمل نيري ستها يا جماعة. وارحاطة هنا كده. هتلاقي جي من التفقين. النقطة دي واضحة. اشتدي مهمة هي. هو ده الاليمنت هو كده. ده وظيفته. ان انا اعمله. لان الحطة عندي لو سليم ما ماشي. لو مش. لو حطة ميلة. وعادة المعمريين. بيعملوها كده. اهي. ما هي معي. خط ميل باي شكل بقى. مش راعدة ايه. مسلا ازاي بتاع. يعني مش هتقول مسلا ايه ده الانجل بتاعته كام? ده مئتين وتسعة هو. اروح جاي على البلوك هو عامل مئتين وتسعة ولأ. هو بياخد بياخد. ده عشان اخدته من ناحة تانية. هلفيدي ارفعه من ناحة دي كده. هلا ايه? ايه تقلق. تمام? تمام. طيب. يعني بلوك ادي التاني. احنا خدنا اللينيار والآآ اللايمنت. الفيليب. طيب. في حركة تانية عايزين نعملها برضو هنا التاني اللي هو عرض الحيطة. ناخد دينير تاني. هو ده. ناخد نقطة واحدة اللي احنا عايزين نقطة واحدة. وانا خدت النقطة التانية هنا. ما خداش العكس تحت هنا عشان انا عايز ده اللي يتحرك. وهقول له اكشن بتاعي بقى. دي. اللي هي النقطة دي برضو. هقول له. هوات كده. هنا. حرك لي الجزء ده. تمام? انا عايز حركة دي برضو الحماس الفاة المص. انا اخد تاني. النقطة دي. من النقطة دي برضو. بقول لي كده. كده. بس اشيب منهم دي و دي فهقول له انتر. تمام. اجه اشيب منهم بقى ايه? هعمل حاكتين هنا. دي هاخدها للنص. تمام? وهعمل تعديل اني نطلع الحاجات دي منها. مش عايزه. اعمل انا عايز ار. انتر. هقول له الحاجات دي. عشان متحركش معايها يا كمان. انتر. تمام? نجرب بقى كده. هنقول له طيب هنقول بقى مسلا الشباك ده. الاحيز دي مئة وعشرين. اهي. عايزين نصغر ده على الده. هلاقي نقطة ظهرت هنا اهي? وحكايب مسافرها على الده. هلاقي الخط ده فين? دي في النص يا جماعة. تمام? بقى احنا كده بنحرك. ده. آآ عرض الشباك نفسه. دي ما تحركها معنا في النص. والحيطة سمك الحيطة هتحرك معنا برضو في النص. تمام كده? طيب. انا عايز اقايد الشغل شوية عشان لما احسب. عبقى عارف. انا عايز الحيطة دي هي الحيطة سوابت عندي. مش اه بتتغير. انا عندي سوابت. فلو عندي سوابت هقول له list. وبعدين اعمل انا خطرت هنا list هلاقي زهر هنا متين اللي هو الحيطة الرئيسية اللي نشغل عليها distance بتاعت البرامتر ده. اللي هي زهرة هنا اهي. هنا الجيومتري بتاعه فبوله start x y ماشي. وي distance هو. تمام? والانجلة هي اللي نوع. هنا نعم بقى العزين نعم بقى مسافات معينة. هنعمل ليه? هندوس على النقط دهية. اهي. هيزل معنا المشاكل ده. انا عايز عندي مية. وعندي مية وعشرين. وعندي مية وخمسين. وعندي الميتين اللي هو نازل ماهو. انا ما عنديش حتى اكتر من خمسة رقفين متر وخمسين كمان. حاضر. تم كده يا جماعة. يبقى كده انا بحدد عرض الحيطة. اللي هي البرامتر ده ما يكبرش غير المسافات دي بس. اللي هي الحاجات دي بس. اللي هي اللاحزين يا جماعة في شرطة صغيرة جاءة صغيرة تعيش. شايفينها? في شرطة هنا اهي. شرطة تانية اهي. شرطة تانية اهي. في شرطة هنا مستخبية وهنا في شرطة موجودة اهي. تمام? نجرب. نقول له واسيف. بس يا جماعة دي لما نمسك النقطة دي اهو. بيتحركش غير المسافات دي. اهو. انا مقدرش يحط في النص كده مقدرش. بس يحط في النص اهو. اهو. ما يتعملش. هيروح للقرب نقطة منهم. هيروح لها. تمام? اه نعيد النقطة بتاعت اه ليه بوينت فايف دهيت. انا عندي شباك. ما بعمله من هنا. بعمل شباك من هنا. وبحركه. دي بتتحرك معي. الجزء اللي هو الكتف الشباك. طيب. انه في النص دي بقى. عايزة حركة مسافة نص المسافة. فانا بعمل اكشن هنا. الجزء ده الواحده. اللي هو ده عملناه. المتحد هنا وبنقطة نهم. وفي اكشن تاني. اللي هو على دي. على الجزء ده بس. فباجي عليه. بفتح البرو بارس بتاعته. هلاقي هنا فيه وقول له. لما كل المسافة اللي بتتحركها هي نص المسافة بتاعت الدستانس العديد. تمام? هيقول لي اوكي. تيجي نجرب هنخليها بساعة عشان نشوف الفرق. بس كفين. بس نقول له اوكي. اهو. شايفين المسافة اتغلت زي يا جماعة? خلينا هنا بينا قوي هنا ايه. تعال نطلعه بره عشان نشوفه. اهو. شوفوا المسافة مش في النص بالزبط. النص بتاعنا هون. فانا شاملت اعملت بوينت سيفن فايف فبقى هنا. نرجحة بوينت فايف تاني. بروك ادت. سيف. رجع التاني في المستحيل. تمام كده? طيب. انا بقول تمام. اللي محدش اعترض يعني كله اوكي. والمايك مفتوح على كل الناس لو حد عايز يتكلم. تمام? طيب. نعمل بروك ادت التاني. احنا خلاصنا الموف. اللي سكيل بقى. طبعا اللي احنا عملنا هنا. منص اكرم. شكرا مش منص. احنا عملنا موف للويندو هنا. اللي سكيل. امر اللي سكيل العادي بس هو نفس المبدأ يعني هنقول له ها. هنقول له مسلا النوم الكروز. ماشي تمام? هنعمل معنا. اهو. خمسمية. في خمسمية. ايبتانجل. شكرا جماعة اللي حصل هنا ايه? بقول له save. بقول له اوكي. بقول له لدينا في بلوكة بنفس الاسم. اهو. تمام? دي لو رجعنا للمحاضرات بتاعت الااا الااا احنا اعكرنا على البروك هلاقي ان احنا لو زبطنا تسمية البلوكات صح هنا هنستريح مافيش حاجة اسمها يجي بلوك باسمين ويجي بختلف بلوكة مع بلوكة بعدها هنعمل بس هنتجوز باع الحيطي دلوقتي بنعمل تانجل تو البيج بوينت بتاعتنا هيا هنقول له اوكي نعمل بلوك ايديت اهو بتاعنا بلوك ايديت معانا دي. هنعمل سكيل. نخش براميتر الاول. اهو. نخش الاكشن بتاعه بتاعه. اهو. ده. اللي ما بيقولوش ال point. ان هو كده كده بيتعرف بيسبت النقطة دي بيشتغل معها. تمام? نقول له سيف. اهو يا كمعة. هنعمل كده. هيكبر معنا من النقطة الاولانية دي. طب شوطة بقى الجامعة النقطة دي احنا نسبناها بص طالعة ازاي ما هي. بتبصوا ببص الشغل ازاي? لان هي ليه بحصل كده لان هو باعتمد على المسافة دي. ماندس ادم. سمعني? تمام كده? تمام. احنا ليه بي نشير التانية? نشير التانية عشان احنا لو حركناها. طول البراميتر طول معنا. فهو هيكبر معك هنا المسافة دي. تمام. فهو بيكبر المسافة معنا ولكن بيحركوا. فكده بيبوز حاجة معنا. بص اهو يا جماعة شكله بوز. فلازم نعمل بلوك ادي التاني. واقول له ايه اخفي. النقطة دي. هنقول له اوكي. سيف. اهو. شوطة جماعة عمل ازاي? ده ماشي معنا. فل الفل وحلو. تبتيجي نجرب حاجة تانية. على البلوك برضو. هنجرب بقى البراميتر التاني اللي هو. الاس والواي ده. نمسح طول. نجرب ده. بص يا جماعة بيحط اتنين. بيحط هنا. لينير وهنا لينير مع بعض. الاتنين مع بعض. وبيحطوهم اربع نقط. تمام. نحط الاكشن بتاعهم. الاكشن بتاعهم على الفكرة هو غير شوية. لما نيجي نقول له مثلا. مش مانزو عمر تفضل انا. لا يا ليت مش مانزو عمر لو سمحت سيبه المايك مفتوح. هو يا جماعة بس لو سمحتوا اللي مستعملش المايك يقفلو. طبعا احنا كلنا عادين في البيت ففيه صوت ده بتدخل فش مانزو عمر بس. طبعا احنا مقدرين كل واحد احنا بنقعد في. احنا ما عندناش مكان بسبب الازمة دي فكل واحد عاد في بيته توقتي. فحنا مقدرين طبعا مش مدقين من صوت. ماشي تمام. ولكن اللي ما بيستعملوش يقفل المايك ولو يحتاجوا يفتح ويتكلم ويتكلم ويقفل تاني. فضل. بس محتى باش مانزو عمر اه افتح لهم افتح المايك اي حد عايز يفتح المايك يفتحه. فهنا هنعمل هنعمل بقى ايه? ستريتش. ابيلي النقطة دي. اهو نقطة. بانبيلي الرينج بتاعك اهو. الوبشيكت اهو. ونجرب كده. ما عايزين حاجة يا جماعة? دي متأسرش. ما عملش شغل خاص في الحاجة بتاعتي. طب نجرب ليه? نخش على الاكشان ده نشوف هيختلف ايه عن اللي قبليه. هنا اهو بص اه هنا بص ايه الاوبار رايد اهو. بيلي انت تشتغل على اكس وواي مع بعض. ولا اكس بس والواي بس. ايه اللي اكس والواي اللي هو ده. اهو ان فيه اكس اهو. هنا فيه وواي هاي. فانا هقول له. اشتغل مع الاكس بس. وناخد ده. نعمل له اكشان تاني. ستريتش تاني اهو. ده. وهيشتغل مع ده. اهو. ليشتغل مع الاكس بس. تجي نجرب. بص يا جماعة اهو. ده كده. وده كده. ده معانا وده معانا. كله شغال معانا. الاربعة تجي اهيه. تبقى كده حاجة تاني يا جماعة. ارأيكم لو اعملنا. شوفنا حاجة تاني مثلا. هنا بقول الجربز ربعة بس. فلو خلناهم واحد. اهو. لو خلنا ده واحد بس اللي ده. بتيجي تجرب. هيحصل ايه? اهو. ده بتحرك المعانا بصوا يا جماعة بصوا. بتحرك ازاي. خد الاكس والواي بيشتغلوا مع بعض. اده عايز جنب واحدة. مش عايز اقعد كده شوية. اشتغل اكس والواي. اهو. رح اعمل هوم لي. حتة واحدة. تمام كده يا جماعة. لو سمحت اشان. نعم. طب لو انا عايز ازبط البلوك دوت. بحيث ان انا اقدر استخدمه في كذا. واحد لمية واحد لنتين واحد لتلتمية. ولما اجا اكبر البلوكات كلها اللي موجودة عندي. تكبر كلها مع بعض بالنصف طيما. ممكن تديني مثال. يعني مثلا. بستعمله في ايه? انا بستعمله في المنهولات. تمام. انا مثلا ساعة بطالة على لوحات واحد لخمسمية والساعة واحد لألف. فالبلوك نفسه بيبقى طالع جنب اللي سكيل بتاعه. انه نقدر اغيره. انه نخلي كل واحد لألف او واحد وخمسمية. في مجموعة البلوكات كلها. طيب. بصوا يا استاذي. احنا في المنهولة ما بنعمله. المنهول بيدي مقاس. المنهول ده مثلا ستين في ستين او متر في متر. فانا مقدرش اغير السكيل بتاعه. انا بكلمه في حالة حضرتك. انا هورك زي تعمل. ولكن انا مش هقدر اديره سكيل في المنهول. لان المنهول ده مقاس. تمام? طبعا انا عايز اعمل بلوك نفسه. النوتاشن احنا قلناه المرة الفاضية اهو. النوتاشن اهو. هقول له ييس. هاخد النقطة هنا. هاجه اول ما اعمل بلوك ادت على طول. اهو يا جماعة. اول ما اعمل بلوك ادت. اوكي. نغير ما اعمل اي اي او مش هكتولى حاجة. هلاقي في الشمال تحت. حاجة اسمها النوتاتيف. فهو بقول النوتاتيف هقول له نو. هيقول لي. هنقول له خليه اس النوتاتيف. هقول له. اهو ده بقى النوتاتيف خلاص يا جماعة. طبعا واحد الى خمسين. نشوف واحد الى مية. نعمل واحد الى خمسين ثاني. ونفتح. دي واحد الى مية. هدي كبر معانا اهو. هنلاحظ اللي حصل. في البلوكات دي. هنلاقي ان التكست هنا بس كبر لان هو شباك. سابت. في مقاسه. ولكن التكست بس اللي كبر. لكن في البلوك ده. كبر معايا. اهو باين اهو. والحجم الجكير اهو. طب الستريش هشتغل معايا. اهو يشتغل معانا عادي جدا. اهو. تماما تماما اشيقول لا. نرجع الى واحد الى خمسين ثاني. هزن. بص يا جماعة خليبا لكم. من ده. اهو. هنلاقي التكست صغر. والبلوك صغر. ولكن البلوك اللي هو بتاع الشباك سابت زي ما هو. والمربع ده هو اللي ايه كبر وصغر. دي نطرة التكلم عليها. اهو لا اهو اللي انا قصده ان انا كحكم في البلوك نفس. يعني انا اختار مجموعة بلوكات معينة. اللي قدر اه 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 صغر وقبر فيها. يعني انا مثلا شفت بلوك. تمام. اهو. معمول في كده. حاضر. اه. ايو ايو. بص يا استاذي. في اكتر من طريقة. انا فيها. انا مثلا. انا دول عندي. هخليهم كلهم. ارجحهم تاني. هختارهم في البروبارتس هنا ال اكس والواي. هخلي ده الف. وده الف. الف. اهم. انت اصدق على دي ولا اصدق ان فيهم ثلاث بيظهر هنا. بيختار منه المقاس. اه تمام كده. فيه مسلاس بيظهر باختار منه المقاس. جاي. 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 جاي للسرحية دي جاي. اه هو برضه عشان هو ما بيظهرش مربعين في بعض كده. حاضر. هو ده احنا عمليه عشان عشان ده النوتيتف. شكرا لسانت حاجة. ده النوتيتف. احنا لو نغينا النوتيتف. انا عملت بلوك عشان اوضح ان ده النوتيتف ازاي عمله. لكن لو نغينا نغينا النوتيتف كده خلاص. احنا كده نغينا النوتيتف. هنقول له. سيف. اهو. اما اعملهم سلكت. وبيزهرش غير مربع واحد. حين ممكن نغير خمسمية او الف او ايه كان. طيب. وممكن ناخد دولة كده خليهم بس لوحدهم هم دولة الفين. هتم مضحزين يا جماعة الحكاة عملت ازاي? الفين في الف. دي ممكن نرسل بقى الاواعد مثلا. في الاستراكشر مثلا. مهانسين الانشائي. ممكن نعمل ده. ممكن نعمل ده. بس طبعا ده محتاج تقف في النص هنا. هيبقى ليه حل. ماشي حاضر. وهنا برضو. ازاي تلات تاريف. تم كده يا جماعة. طيب. تخش على النقطة بعدها تانية. البراميتر. 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 هكذا يا جماعة البلوك ده. اللي هو بتاع الول سكشن. المعمرين بيستعملوه. الول سكشن والدريكشن والحاجة دي. اللي هو بيبقى دايرة كده. وفيها مسلس هنا. سيدس حسن ممكن سؤال بعد اذنك. فضل. دلوقتي قصة الانوتيشن ده عشان ايه يعني شويا بخبطة الواحد كده. اوانا دلوقتي لو برسم بلوك مثلا. ربعمل دايناميك بلوك مثلا. اكوردين للسكيل. واحد لمية للمتين لدول كمية ربعمية. طب دلوقتي هو معروف مثلا في الرسمة العادية. السكيل واحد لواحد. انا لما باجي خش على البيو بورت. بعمل واحد لمية وواحد لمتين. فهي بتزبط لمقاس الرسمة على واحد لمية وواحد لمتين. طب ما نكون شغال مسلا جوه الموديل بانوتيشن قريدي هو معمول له سكيل. واحد لمية او واحد لمتينة او اي حاجة. هل في الفيو بورت بيكون له مقاسات مخصوصة اختارها علشان خاطر البلوك ديفينيشن ده. او اتريبيوت ديفينيشن او اي حاجة. فهم اناقصه ديه. لا هو واحد سكيل في الموديل. انا مثلا زي التايتن مثلا. بالزبط. واحد لخمسين. اعمله سكيل لوحده. بص احنا هنستعمل الانوتيشن. هنستعمل الاسكيل. طب يعني انا مثلا لو شغال بالاسكيل في الموديل. طب في الفيو بورت اختار ايه. او اعمل ايه. انت كده مش تعمل الانوتيشن في البروك نفسه. انت مختاره بالاسكيل. ما ده اللي انا اقصده انا. عايز تحلها. لو انا شغال بالاسكيل وعايز اطبع اللوحة بقى. عايز اطبع اللوحة. ااخد الاسحاب الفرتوشة بلات واطبع اللوحة. هل مقاس البلوك اللي انا ارسمه بالاسكيل بكل اختيار محدد او معين في الفيو بورت؟ لا. انت اللي انت بتحدد الاول. بس عشان اخش بس الاول هنا فيه وقوب من بلوك اديتور عشان اريح نفسي واخش على طول بلوك اديتور. ماش يا جماعة؟ حضرتك انا شغال بالبلوك كده. انا عامل لها وانوتيشن او مش عامل لها وانوتيشن. مش عامل لها وانوتيشن واحده بعمل اسكيل في الموديل اسباس على طول. يعني ده تايتل مثلا وعمل له اسكيل خمسين. اقول له اسكيل بتاعه خمسين. اللي هو اسكيل الاكسروليوز اللي عادي. لما جا اطبع هو هيستعمل اسكيل اللي انت حطه. اقول له اش ده بالانوتيشن. طيب انا عايز اعمله انوتيشن. يعني ساعتها اطبع واحد لواحد ده اللي انا قصده. اطبع واحد لواحد. اطبع الفيو بورت بطبيعته العادية. اللي انت عايز تعمل. اللي انت مكبر عليه واحد لخمسين. انت في الفيو بورت عامل اللي اللي اوت كام. وهو انت. احنا دخلنا اختيارات كتير قوي. لو انت مزبط كل حاجة تطبع واحد لواحد في الموديل. اه في اللي اوت. اعمل الخرطوشة بتاعتك على ان هي واحد لواحد. والفيو بورت هو اللي بتغير اسكيل بتاعه. اطبع عادي جدا. هتصار معاك عادي. عايز تظبط الحاجات باللاي اوت. اعمل اسكيل عندك واحد لمية واحد لامتين. وعايز تقبع عايز تتغير البلوك. حوله لديناميك بلوك. وخلي اسكيل بتاعه واحد. الحالة بتاعتك هتطبع عادي جدا. هيطلع معاك الاسكيل عادي جدا. هو مش معقول له الانوتشن فمش هيكبر ويظهر. مش هتأثر بالانوتشن. مش هتأثر بالاسكيل بتاعك اللي في اللي اوت. ده جبت سؤالك. انت بتقول اطبع عادي بمعنى طب يعني ما هو مش بيختار. مش بيلزمنا ان اختار ما اسم عاين اطبع بي. هيكبر ويظهر عادي جدا. مالوش دعو بالانوتشن. قدما انت مش عامله في البلوك اديتور. هنا النقطة دي. مش كيه عندنا هنا انتتف. انت عامله نو. فمش هتأثر بحكاية الاسكيل في الفيوبورت. الله يناور عليك لو عامله بقى. لو انت عامله ومكبره في خمسين. اه. وواضح معك ما هو كده هيبقى. هتلاقي مدين خش في الفيوبورت هتلاقي حجم وضرب في خمسين تاني. اه بالضبط. هتعمل ايه بقى. هتعمل ايه بقى. هترجع على الاسكيل وتخليه واحد. بص هنعمل الحكاية دلوقتي هنا ايه. طب ممكن ممكن نعمل اكزامبل كده للموضوع ده. ما نقول له حضرتك اهو. ما نعمل دلوقتي. شكرا شكرا. المسافة دي كم. المسافة دي الف ومية. يعني ده اسكيل واحد لخمسين دلوقتي. تمام. هنعمله بلوك اديت ونخليه. في التكتس تاني واسا ما تحط تكتس على طول الاول دلوقتي. هنخليه واحد هنا اهو. التكتس تاني ونصه هو يبقى دوتا نكبره هن. ده التكتس تاني بتاع تاني ونصه. تمام. والبلوك ده روحت انا عامله هنا خمسين. عشان يبقى واحد لخمسين. ده الفكرة بتاعتك. هاجي هنا في الانتشن معقولة الانتشن برضو. بوس هيبقى عامل ازاي هيقدر اضرب بقى محترم دلوقتي. اهو. هنرجع كم؟ واحد لواحد. خط بالك من الحتة دي. لان انا عملت الانتشن واحد لخمسين هنا. طيب نرجع عنده. هو هنا كده واحد لواحد وخمسين اهو. تمام؟ طيب هنخلي ده واحد لواحد. بوس ما تقصرش معانا في الانتشن. اللي عملنا الانتشن بقى هو نفسه بلوق ادت. ونالو انتشن. اهو. بقى خمسين. هنخلي واحد بقى دلوقتي. اهو بقى حجمه كده الطبيعي بتاع واحد الواحد. فانا جيت هنا كبرته خمسين. ده انت اصدك على كده بقى. صح؟ هو كده خمسين هنا. وانا عايز اعمله. في الموديل اخلي واحد الى خمسين. مزبوط ده انا اتصده. اه. هنا لو جيت تديله. لانه تشن بتاع سكل واحد الواحد. لو ديتوا سكل واحد تاني غير الواحد الى خمسين مثلا. اللي هو مثلا تديله سكل واحد الى خمسين. هيضرب معك جمد. هتقول له اوكي. بص كبير ازاي. طيب لو ديتوش الواحد الى خمسين. خلينا واحد الواحد بس. هيأثر معانا في ايه؟ انا ممكن اقول له انا خليه زي ما هو. صح؟ لو جيت في الموديل. في اللي اوت. هتباني معانا في الموديل على طول برضو. لو جيت لغيت الده. اللي هو اللامبة اللي هي. معانا علامة الموتوبيشي. اللي هي الموتوشن دي. ولغيت اللامبة. اختفى. اللي هو اللامبة. اللي هو اللامبة. اوقف على سكيل واحد الى خمسين. وهو اخذ سكيل واحد الى واحد بس. تمام? اختفى. اظهره تانى اوه. اضافه اظاهره واخفيه. كيف يحل المشكلة دي. اولا لن أحلها ارى السكيل كام. سكيل واحد الى خمسين. أول حاجة تمام؟ وخش على البلوك ادت وشوف التكست هاي بتاعي كام التكست هاي 2.5 يبقى ده فعلا البلوك ده مرسوم بالسكيل بتاعي لو لقيته كبير ممكن عليه كده سكيل هليه كبير بقى لو التكست بتاعنا 52 انت عامل التكست هاي 2.5 عشان انت لسم بالمتر صحيح كده؟ لا بالملي انا لسم بالملي بس التكست هاي 2.5 عشان يتأثر بالانوتاتف عشان انتشان بتاعه يكبر لما يكبر لخمسين يكبر بسكيل بتاعه تمام 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 فانا هخش اشوف الحجم جوه هلاقي التكست بتاعي كام التكست لما نسلنا التكست هاي نلاقيه كام الهات بتاعه 600 يبقى كده انا عايز اغاير الصغر ده هخليه سكيل صغير يبقى يتعامل مع الانتشان اللي هو 2.5 عايزه يبقى ايه 0.1 اهو اشوف التكست بتاعي يبقى احنا كده شغالين ستة بقى كده قريب المرحلة دي اول مرحلة تمام كده هراح داخل قافل البلوك هلاقيه كده ما موجود اهو هراح مديله الانتشان بتاعي انا اديله الانتشان اللي انا عايزه اللي هم واحد لخمسين انا واحد لمية واحد لخمسين واحد وصع على كنترول لو عايز اضيف حاجة اهو انا عايز واحد لخمسين واحد لمية اقول له اوكي الانتشان اللي اتحطوا هم معنا اقول له اوكي كبر معايا وبقى سكيل بتاعه طبيعي اهو بتفقينا النطح دي واضحة واضحة جماعة النطة واضحة الحل المشكلة دي ازاي تمامي باشا واضحة كده اللي ينور شكرا باستاذ عصر شكرا باشا احنا كنا بنتكلم في عايزين نعمل ده السهم اللي هو بتاع الاتجاه الافيشن نعمل الافيشن ده اللي اتجاه بتاعه عايزين نلف الجزء ده فهنعمل الروتيشن ده نختاره نختار البرامتر الاول بتاعه اللي هو الروتيشن اهو الاسنتر بتاعه فين؟ هنا واطلع به فين؟ هنا مسلا عشان يبقى في الحتة اللي فيها السهم ده وهقول له انتر كده واضحة معايا هي طيب انا عايز اعمل له بقى اكشن لازم نخلي بالنا يا جماعة البرامتر الواحده ما بيشتغلش لازم اعمل له اكشن مرحة اعجز احطه هنا عشان مع السهم ده تمام؟ فهعمل اكشن بقى اللي هو الروتيشن بتاعي هيقولي بسيلكت البرامتر اهو أرد المسلس ده بس اللي هما كم خاططه لده بس اهم ده وده وهقول له close هقول له yes يجي نعمل يا جماعة بصوا اهو رف معي ازاي طبعا هو بيرف معي بالتزعينات لان انا اعمل الارثو لو فتحتها اهو تمام يا جماعة طيب نجي نطور شوية انا عندي بقى الشكل ده اللي هو بتاع الخط القطع اللي هو ده كده ده ده الناحية دي انا عايز اعملو الناحية التانية عايز اعملو الناحية التانية عايز اقليب اللي هي ايه flip فهو بيقول لي البرامتر بتاعك انت عايزه فين هقول له انا عايز احطه هنا برا كده في الحتة دي هقول له هنا هنا تم كده يا جماعة وقف هنا اهو بعدين اخش اعمل اخش فيه الروتاشن ده اخش في الروتاشن ده هاتكليك اكشن موديفاي بقول لي سيلكت اوبجيكت هقول له الاتنين دولة اخدهم معانا انتر هقول له كلوز يقول لي سيف شفتوا بتلفين معايز ازاي يا جماعة تبدي لفز ازاي ده اللي بقى نشوفها اخد معانا ايونا زغط معانا يا جماعة تمام تمام انا غيرت الحاط ده عايز اغير دولة كمان برضو هخش عدل برضو يعني كان متفخين يا جماعة الحكاية الاديت اللي عمله على الاكشن موجود وسهل وقعد اغير فيه براحتي هاخد الاكشن هنا لو هبدا زودة ونقص وقعد ارجع لي واشوفه انا عايز احط ايه عايز احط ده يتقلب معايا برضو وده كله ده يتقلب معايا تاني انا بختار ليه عشان ممتاشي التكست كمان يتقلب هو كمان والدايرة كده كان مش فرق معانا كمان يا جماعة هقوله enter كده الزبط اتماعان هقوله close close اهي بوص يا جماعة لما عم فليب كده اهي الدايرة حتى لفت معايها الراقم اجل في كده هلقي لف الدايرة بتلفي معايا زي ما انا عاوز اجمل لها اهو صفقين كده جماعة تمام عايزين نزود بوصد اخش بارامتر هعمل من هنا من هنا دهوت كده اخشو الواخشن stretch ده enter هستيجا هستيجا جماعة ده انا خدتها النقطة باك بالغلاق هورحام ارحام معلم عليها اتظهرة النقطة هنا روح كده كده. طبعا عايزين ناخد الاكشن دا معنا. فنجعل كده. هقول له اختار دول. جماعة البراميتر ممكن اخده معي عشان يلف معي ويتحرك معي. ممكن ما اخدوهش عشان لو عايزه يثبت في مكانه. الفرقة بينين ايه? في شغلك انت لما تيجي تشتغل. طبعا هيزارت معانا مشكلة هنا هنشوف فيها ايه? هنحلها يعني. اهو. دي في روتيت. اه. ايه. اشتركوا في القناة 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 تمام؟ هنا بيقول لي بقى ال L كام ال L مية ال L لو لنكث ألف الوث هيكون معانا لأنه لسه بيقول لي متر عشرين وهنا الف و خمسمية معانا عشرين الاتنين متر يبقى الحيطة خمسة و عشرين تمام؟ هنا بقى سمي قدام كل واحدة سمي كسب تعميها الحالة واحد أو الحالة ألف داش متر عشرين الحالة الثانية ألف و خمسمية داش متين حالة الثالثة ألفين داش متين و خمسين النقطة دي بسيطة واضحة معنا تمام؟ داشت 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 هشبك اثنين ثلاثة حسب اللوكب هو مجموعة 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 هو الطول اللي عندي اللي ما يكون فيه اما عشرة هو طوله مئة وخمسية. فنخترن اللي هو العرض والطول وهكسب. فده احنا عملنا دهوات ده وهنعمل ده كده. وهنعمل ده الحالة التالتة اللي هو ده. ووضحت جماعة اللوكب بتالي عمل ازاي? فوضحت وظيفة اللوكب. طبعا هنا هيبني اللي التهم هو ما تأثرش معانا. انهم دخنوش في الموضوع. تفقين? اي اعتراض? اي حد اه افع ايدو? تمام. طيب. الفيزيبيلتي. الفيزيبيلتي انا عايز اخد الشباكين دولة. حالة واحدة. بلوك واحد. ده وده. طبعا ده في الاول خالص. دي مثلا فين? عايز اعمل شباك. وعليه التكست وشباك معلوش التكست. برضو نفس البلوك بتاعنا الحلو الظريف. هنتعامل معاه. هاجي هنا بقول له. هنعطيها جانب اللوكب هنا. هنخش على اكشن بتاعه مش هنلاقي اكشن هنا في فيزيبيلتي. نعمل ايه. اه بصوا بقية يا جماعة هنا. اهو فوق اهو. هنشفتوا مكانه. هو بننزل واحد بس. انا عايز اغاية حدوس على الزرار ده. انا عايز رينيه. هقول له. هنقف على with with number. هنقف على with number ده حقا. هنقف على with number اهو. وده شكل بتاعنا الطبيعي العادي اللي هو بنشتغال عليه. طيب ويزود بقى عايز اخفي دي في هنا يا جماعة بصوا هتلاقي ثلاث ضرائر موجودين ديول ميك انفيزابل ميك انفيزابل وده نشوف هيعمله دلوقتي انا عايز اخفي ده في ال الفيزابيليتي ده عايز اخفي في دي ورح مطار الزوار ده اللي هو الميك انفيزابل واختار كده وقل له انت اختف انت غيرت دي ونقول له واذ ظهرت اختفت ظهرت طب الزوار الثالث ده لازمتوا بقى ندوس عليه ونجارب الواذ شوفتوا جماعة تيكس تحصل فيها وانه بقى خفيف شوية بقى بهتام انه هو بيقول لي ان ان الواذ ده طب هنعك جناخد اللي هو الواذ ونحط له ركتانجل هنا تاني ركتانجل طبيعي بقى يا جماعة اي ركتانجل اهو احطه هاجي في الواذود انا اريد اعمل العكس بقى لما يظهر تيكست يما يظهر مربع ماشي فكده موجود ده فانه اخفي ده هنا شوفه ظاهر ازاي خفيفة ازاي مزهرش برضو لانه ما زهرتوش هنا هعمل الزرار ده بقى ده وزفت الزرار هنا دلوقتي بعده ده وزفت دلوقتي اما اعمل دوس كده هلاش المستطير زهر هراح اعمله الزهار هقوله الزهر ده اعمل حاج في الواذود تيكست واقفل الزرار ده تاني عشان بس نشوف الفرق اه الواذود تيكست زهر مستطير والواذ تيكست زهر والمستطير اختفى نشوف بقى في اللوح هعمل ازاي اهو سيف اهو سهر عندنا مستطيرين هم واحد للوكاب واحد يا جماعة كده تمام شوية نرايح خمسة كده بس يا جماعة حد يحب يجرب الحاجات دي احنا خدنا احنا 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 وفي موضوع تاني هنتكلم فيه غير الديناميك بلوك النهارده ولو في وقت هنتكلم تمام طبعا لغات كده يا جماعة مفهوم تمام كده هنغضينا النقط كلها بصراح ما بستعملوش لانه بيناعمل بي ايه كما اشعر لما يكون فيه الباس بوينت معمولا بعيد نريد ان تأخذها في الباس بوينت يعني مثلا الباس بوينت هي هي الزرو زيرو فانعيسي اضطها وهذا الثاني وستعملها كما كده واستعملها كما يقول وكده سوف ارى ان تأخذ اذا نعمل الشباك المتر عشرين والتاني هو الالفة اهو خدتوا بركو يا جماعة بيحصلين؟ شفتوا يا جماعة بروكو بيتغير ازاي؟ انا بدوس على زر التاب ممكن ايه اللي حصل تاني بعد ازنى؟ اهي انا بدوس على زر التاب بدوس على زر التاب عندي في الكيبورد فهو بيحرك لي شابوين تانية في حتة تانية غير الانسلشابوين بتاعته هو تمام كده يا جماعة؟ بدوس على كنترول عندي في الكيبورد عشان يغير لي الانسلشابوين بتاعتي او الانسلشابوين بتاعتي في اي نقطة في المحيط البلوك نفسه يعني ده جوه البلوك اديتور ولا برا ولا اي ده؟ تاني انا عملت انسلت البلوك هاو اخترت البلوك اللي انا عايزه اللي هو مية اللي هو الالف ده واقول له اوكي لستة هنزله ده البلوك اللي انا عطناها مشيه فوق على يمين تاني بلوك اديت اللي هو الالف ده هنقول له اوكي مشيه هنا هعطنا البلوك ووصفة البلوك ايه؟ لما اجيعمل انسلت البلوك بيعمل منها هي النقطة الجديدة دي اللي هي البلوك بتاعتي تمام؟ بقول له بلوك وحط في النقطة اللي انا عاوزها ماشي؟ طيب ده 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 عما اجيقول له بقى انسرت اهو انسرت ننزل البلوك اللي هو الف ده اوكي بينزل منين من النقطة الجديدة هي تمام كده جماعة لحد هنا وبصوا بيحطي البلوك هنا هي كده دي واضحة طيب التابل لازمته ايه؟ ضرار الالت لما اجيب بقى دي حاجة تانية خالص بقى لما اجيب اقول له اوكي كده واجيب انسلها هو هي بينزل من النقطة الجديدة انا عايزة غير النقطة بتاعتي ادوس على الضرار كنترول 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 اهو احنا لو لاحظنا يا جماعة ان البلوك نفسه المحيط بتاعه اربع نقطة ادي نقطة هنا هي لو عملنا مستطيل بيحتوي الشكل كله هنلاقي نقطة هنا ونقطة هنا اللي هي والنقطة الرابعة دي وهو بيعد يبدل منهم تاني نجرب ادوس على التاب مرة مرة تانية دي العادية اللي هي اهي جاب الرابعة الاولى التانية التالتة الرابعة هنلاقي نقطة هنا واقول له هعز من دي وننزل من نقطة هنا واضح دي يا جماعة طيب تمام ماشا باش مهد اسم بلوك ايد ندخل التانية على بلوك ايد بلوك ايد بلوك ايد بلوك ايد نفس المبدأ هي نفس البراميتر بس نقطة واحدة بس نجربها نفreat بنفس المبدأ ادخل البرامة بلوك ايد بلوك ايد ادخل البرامة لاحق ماذا انتم تحت البرامة بالضبط ربط ماذا تحدث والوك. اعني بوينت عملها عملها هنا. انا رأيها هنا. وبينتعتي هذه النقطة التي أريد أن أحرق منها. أقول لدي من الإنسانة أنها أحرق منها بشكل الأسئل من أجل الحتة دي بس أعجاجها في التجاه الذي أنا أريده. نغلبة lista. ونفتح ونفتح. اقوله ستريتش. البراميتر هقوله لنقطة ده هيت. نفس الاكشن عادي جدا بعمله اهو انتر. ناخده بقى نشوية. بيحرك الجزء ده اهو. اشتري. اين يا جماعة ازاي? اهو. ده ممكن اعمله مثلا. استغلوا ازاي ده يا جماعة حد يفكر في حاجة كده. ممكن استخدامه في تعمل مشاورة. تمام. في ممكن استخدامه في حاجة تاني. ممكن استخدامه في حاجة ده يا جماعة ازاي? شوفوا ازاي الميني ليه. المهم اهي نقطة هيا يا جماعة. استعملنا هنا كده هو. ده حاجة بتاعت X و Y في كده عملناها. هنخلي بتاعنا. واحد لواحد. هو انت كده حددت كوردينتس في اللوحة مضبوط. نعم. طيب ممكن النقطة دي تاني بعد اذنك شونس حسن? البلوك ده هو. سيبنا من البلوك دي. انا الدواء البلوك ده. فاكر المرة فاتت لما قلنا. منستعمل ال X و Y بتاع اللي نستاشر بوينت بتاع البلوك عملناها في الفيلد. اللي حاضر معانا ما فاتت سيفتكره. لو مش حاضر احنا ممكن نعمل ناخد ال X و Y لأي بلوك وناخده في بلوك اديت هنا. ازاي? نعمل بلوك اديت. نعملو. ده تربية عادية وقا خلاص. اهو. نعمل ده تربية عادية وناخد من هنا اوبجيكت. ومن هنا اوبجيكت. واقول له سيليكت البلوك ده. ده يطل عامل بلوك اصلا واحده. في بلوك واتنين اتربيةهم. تمام? هقول له البوزيشن. اللي في ال X باوي زد. عايز ال X الاولاني. اللي في الاول ال X. بعد كده ال Y. اقول له اوكي. اجاب معاه ال X او Y. التاني النورث اللي هو ال N او النورث. اللي هو ال Y. برضو نفس الحكاية واخده نفس المبدأ وغلو ال Y هاو. بس طبعا ال X و Y بتبقى بالااا بالكوردينت بتاعتها. ما بتعملاش سكيل. النعماتها بيبقى بالمتر. فاحنا مش عامل اي علاقة فيه. في الهددشن هي مش عامل اي علاقة. كده بس ال N بيساوي. N بيساوي بس كده. N بيساوي مسافة. بس كده. فاجي معانا. تمام. بس انا بقى ايه عايز احرك ال اما عامل للنقطة فان عايز احرك دي. هجيبها هنا مسلا. هجيبها هنا. ناحة تانية. ان ممكن يكونوا قربين من بعض زي كده. مش يزهروا. هرح مغير دي. وعملو في اللي بناحة تانية كده. عايز اقرب وصغر دي كده هي. عايز احنا برضو لو نقط قريبة منه. كده. هاخد دي واحد صغير واحد كبير. اهو كده. كده استخدمات البلوك كبرت معانا بالدينامج بلوك اللي احنا نعمل للشكل دي جماعة ما عملوش حتة واحدة. احنا عملنا نقطة نقطة. مرة مرة. عملنا الاول بعد كده الفليب بعدين وهكزا. والتيكستبصوا يا جماعة سابت زي ما هو ازاي. هلفش معانا. طبعا كده يا جماعة. تمام. ماشي باش مهندسة. ماشي باش مهندسة حاضر. كده تمام يا جماعة. طيب نعمل بلوك ادت. هنا. بلوك ادت. دي جماعة. بلوك ادت. وده الاستثنس عادي. ener عادي جدا يأخذ معانا الخط ده و ال تقريبا نعمل ش比如 البوينت الر . القدر جettsة مترتبة rule وهو يجمع لك يعني هو يريح لك لانر وموف، لانر وستريتش، لانر واري ها ما جربنش الاري يا جماعة الاري طبعا موجودة في في الوتوكات تمام؟ بس أنا عايز أدخلها في البلوك عندي زرار عندي مصمور يبقى عشرين في عشرين بس ما يا جماعة في خطة ميل كده؟ صح؟ فنعايز أكرر الخط ده نعايز أدول المصمار بس مع تطوير المصمار أكرر الخط نعايز أدول اتنين مع بعض اهم أعملها ازاي دي؟ أول حاجة ده يا جماعة لازم نتعاود ان ناخد كل حاجة على لير زيرو ده دفولت في ناس عايزة تخط حاجات معينة في أماكن معينة حيطة بس هنا مثلا بنحط حاجة على لير زيرو عشان هما وديها أي لير تاني تاخد الخصوص بتاعة اللير الجديد تبدأ من بلوك نقوله اوكي طيب ها هو من هنا لهنا ده هعمل فيه اتنين بارامتر اتنين اكشن دلوقتي اللي هو المربع المطاع دي وبعدين فيه الاري بقى مع نفس وهو هو برضو سيكتو ابجيك ترقو استيكتو ابجيك ترقو استيكتو ابجيك ترقو استيكتو ابجيك ته كل المسافة دي اهي وهجعل ده واقول له خليه اجريب واحد ها هو شوفت يا جماعة كبير ازاي اهو يعمل الاري معايا في المصمور ما عملش ليه بقى في المصمور ولا هو ما خدش ليه والمفروض ده يبقى من هنا يبقى من هنا كده عشان ما يقرر دي حاجة الحاجة التانية يجب ده وده ما خدش ما خدش دي حاجة التانية يجب دي حاجة دي حاجة الامر اخذ حاجة طبا جميعا نفكر فيه شوية كده بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما اخدنا نقطة تانية اللي هي دي اخد حركة النقطة دي فنقطة دي ما تحركتش فعشان كده وما تحركش معها فعاملاتها في حاجة زي كده اللي هي ديسترش وعمله تاني ممكن يكون مهنج ولا حاجة انتعارفين بقى دي الالة فاحنا مش ممكن حاجة تقف في ايدينا مش عاو فيما نعمل فيها ايه تمام كده جماعة احنا كده خدنا تقريبا كله خلاص الست براميتر دي بقى اللي هي ايه بيجمع لك الحاجات مع بعضها وفيزابيرك اهي والفليب والاكشن بتاعها كل حاجة بحيث ما تحركش تعمل الاتنين مع بعض يعني مثلا طبعا انا عن نفسي بفضل ان نعمل كل واحد الواحد انا مش هاعدة ادور بقى على الحاجة لان انا بعمل بكزا يعني مثلا هنا هعمل كزا براميتر يعني هنا مثلا جماعة المسمار ده عرضه كام عشرة طبعا اناعيزه خمسة هنعمل ايه ناخد تجي نعمل براميتر جديد نعمل كده طبعا فيها كزا طريقة بس هناخد دي مسلا كده اهي ده كام دلوقتي ده عرضه خمسة طيب اهو بقى العشرة بتاعنا عادي ونعمل اكشن في كل ناحية هدي اكشن اهو اهو نقطة دي هنا ده بقى بتدس سيكت واحدة لانه هو مربع لو كان خطوط بس كنت عملت مربع كنت عملت مستطيع الاختيار وعشان هتلع دولة من الاستراتش بتاعي كمان يبقى ما موجودين انا ممكن ادخله في الاستراتش بتاع معي اهم كده بس اتوقع هلجوا لا اهو مش هلجوا لانه لازم اطلع على الجلب ده النقطة دي هنا برا لازم تاخدوا النقطة دي بتاعتي هنا عشان يشتغل معي ماشي واحد تاني ناحل تانية استراتش تاني هنا بتاع النقطة دي برضو وهاخد من هنا كده كده والوبجيكتز كده وكده تمام بتيجي نجرب عشان نشوفوا المشكلة هتستطيع في مشكلة طبعا تحصل هنبص عليها هنيجي نلاقي عندما نعمل كده وكده كل راحت تتحرك في ناحية كل ده ودبنا نتحرك معاني يبقى لازم ندلع ده من ونشوف حالي التانية هيتحرك معاني ازاي تمام يبقى اول حاجة هنيجي هنا وليجي نختار ده نقول له modify enter remove طلع ده من ايه بتاعتي واجه على التاني نفس الحكاية action وديفاي remove طلع ده بتاعي طب هنا بقى نشوف هاي حصلين معاني بقى هنا في حاجة اسمها ايه مثلا يا صدي فيه بيقول له بيقول لي من الستارت بوينت يعمل ميت بوينت هنخليلي ميت بوينت دي موقعت ونقول له اوكي سيب تيجي نجرب كده شوفتوا بيعمل ايه جمعنا نحكين مع بعضها طبقين طيب نجرب حاجة تاني هي المسامير عندي كام المسامير عندي محددة هعملها هنا لو عايز عملها لست اللامة التمانية في ستة وتمانية وعشر ستة تمانية عشرة واتناشر تم كده يا جماعة تم في حاجة تاني اه في حاجة اسمها يعني انا عايزه ينط مسافات محددة دي على فكرة ممكن نعملها في الشباك الشباك عايزه كل خمسة سنتي يكبر فهنا هقول له كل كام هنا كل اتنين ملي كل كام ملي ادي عشرة واتناشر تمانية وعشرة واتناشر كل اتنين ملي او كام مليم هو عندي ستة ملي انا ما بعملش المصور اقل من ستة ملي والماكسيمام اكتر حاجة عندي اتناشر ملي دي زي الليست بالزبط يبقى في ستة وتمانية وعشرة واتناشر انا بشتغل المصور دي بس لان ما بخش في الاربعتاشر ده شكل تاني بيتعمل فممكن اعمله بطرقتين يام اعمله بلوك جديد يام اعمل تانية تمام طبعا بمفضلش كتير يعني لو عملت بلوك بيبقى احسن احسن من ان اعمل لكل حاجة يعني ما معلش مصمار واحد مثلا في اربع خمس اشكال وكل شكل اللي في زي بالت هي دي بتبين احترافية الراجل ان هو مشغال بس بتتعب الشغل لان ايه لان ما يكون الديناميك كتير في اللوحة بيبقى يعني الديناميك بلوك في حوالي عشرة اللي بيبقى حلو هيزيد عن كده هتلاقي اللوحة بتتقل احنا مش عايزين اللوحة تتقل معانا كتير تمام فانا هخليها مثلا متاع التناشرة هو بص ما عمل ايه عمل كم سط كم خطهم صغيرين من دول هدي خط اتنين تلاتة اربعة اللي هي كام ستة وتمانية وعشرة واثناشرة نخلي المكسل معانا ما عليش نخليها 14 نقفل نقول له سيف اهو لما نيجي ناخد دي كده ابص يا جماعة بقى فيها اربعة موجودين ياما ده ياما ده ياما ده دي طريقة الطريقة التانية من هنا سهي هكتب هنا مسلا لو نكتب عشرين هيحصر ايه نكتب اربعة جاب اصغر قيمة جاب اصغر قيمة عندنا اللي هي الستة لو كتبنا مسلا من خمسين هيجيب معانا كام اكبر حاجة الباطر لو مسلا عايز اعمل مستطيل احط للضلعة برامترز وللطول برامترز تانية بحيث مثلا لو برسم دكت او اي حاجة حاجة مستطيلة يعني بدل ما كل شوية ادخل قيمتين مثلا في الطول والعرض فممكن اعمل حاجة زي كده فيها قيم مختلفة مثلا كتسهيدا على هتعمل بقى هتعمله اتنين برامتر يعني مثلا ده ده دكت عندك ها طبعا الدكتر يفضل بالدينيج بولوكري هيبقى كتير جدا وصعب هيبقى هيبقى ده دكت لان طبعا انت بتعمل هي اللوحة كلها دكتورت هتعمل فيها تانية طبعا هو ينفعنا في حاجة تانية لو هينفعنا ينفعنا في حاجة تانية اللي هي الحصر دي هناخدها في بعض دي كده اللي هي ايه فانت بتعمل اتنين قري دي اتنين برامتر واحد من هنا كده واحد تاني هنا وتخلي كل واحد واحد بس اللي هي تقول له اهو جي معنا واحد تاني هنا اهو ده صعب مش باني هنا لان ما عملوش هيبقى فيه بمستطيل معنا اهو شغل معنا الحد كده تمام يا جماعة احنا كده اغطينا البلوكو كله طبعا اللي بعد كده بقى يا جماعة ازاي ازاي اعمل بقى دي كلها خبرات انت عايز تعمل ايه باتيبشي مرحلة مرحلة زي ما احنا عملنا هنا المصمر ده عملنا مره عملنا طول المره عملنا الري اما انا عايز اعمل بقى العرض بتاعه فمحد الشيء لانه مثلا بلوكا ما جايش معك من اول مره انا عايزة اه اتبكرتوني عايزة وريكم بلوكا مثلا يعني احنا اشتغل فيه كفير جدا يعني اريتها لقيه بس حد يعني في شركة اسمه ايه كونستراكت شكرا لكم شكرا لكم ده بلان بلوك دخل مني وقت مرحلة جمدة جدا عشان نشتغل عليه ده بيتحرك من هنا ده بتحرك تماما جماعة ده بقى الشكل الثاني هو سكيل و ده سترچ و ده سترچ برضو ناحيتين هنا طبعا يا جماعة الحاجات دي مش وليت لحظة أو وليت وقت كده و خلاص يعني لأ ده بوقت لو جاني نفتح مثلا طول سوف شانز ترجمة نانسي قنقر شكرا لحظة أو وليتها شكرا لحظة اللحظة شكرا لحظة أو وإنها اللحظة حسابية هي. الكتلة بتاعته بتيجي ازاي. والوزن بتاعه. ضبعا الوزن بتاعته. الوزن بتاع الكتلة. اللي هو الماس في آآ دي ثري اللي هو ده هي. هي. دي ثري اللي هي اللي حقنا القبليين. هنضرابها في اتنى نص. لذي كسفت الخرصان. والجدول ده موجود في الاتكاد. والتيبل اللي بيتعامل مع احنا. قلنا شرحنا المعرفات الحكاية دي. التيبل بيتعامل مع المعادلات. لو لمسنا كده يا جماعة هنلاقي فين. هنلاقي فين. هنلاقي فين اي بي سي زي الاكسل بزبط. مش ممكن اشتغلوا في الاكسل. مش ممكن اشتغل المعادلة في الاكسل. واخدها زي ما هي كوب يبستة في الكات. تنزل بنفس المعادلة بتاعتها ده. ما انت اللي تعملوا هناك هتعملوا هنا. بس هنا اصله هنا شوية. مش زي الاكسل. الاكسل طبعا فيه في معادلات كتير جدا. فانكش ازان عنده اكتر من لوت كاتب كتير. فانت لو هتعملها في الاكسل. هتاخد تعمل جدا تاخد الكابي هنا. بحيس انك تاخده منه هنا. واخد بالك. اه طبعا ممكن اعمل. جدا للاكسل وغا للاكسل. اه. وهو محفوظ جدا للاكسل لما نعمل له محفوظ جدا للاكسل ونفتح منه ونعدل فيه. اتبعا ازا وليكم بس النقطة دي. فدي مثلا اهي هنا عايزين نعمل له ايه? ايه خمسة. فهنقول له بيساوي. ايه خمسة. زائد اه بي خمسة. طبعا جابها اشكال ما مش مفهومة لانه ايه? مفيش واحد. وهنا اتنين مثلا. احجاب التلاتة ايه. طبعا عند ازبيد الجدول هيبقى هنعمله. هنقول له ميدل سنتر. اه. وضحت كده يا جماعة. ده الجدول. اه محفوظ هترفع امتى? انا بس هعمل لها مونتاج بس وغيرها. ممكن بكرة او بعض. حاضر. اندية. هندسة حاضر. الموضوع بتكرر. طبعا الدينامج بلوك يا جماعة. تطبيق. دينامج بلوك. تطبيق. هتقعد تتجرب كتير فيه لانه هتلاقي في حاجة بتدخل معاك وتقعد تفتح. وتقعد تتجرب. وتعمله وتقعد تعيده. هزا ما هنعمل اه الكاد العادي ونربط بالقطوكاد واي تحديث في ال اكسل. هو الاكسل بي لو خدنا اكسل. اهو. اكسل بي لو قفلت الملف بتاعي هنا. والي هو ده. وده بقى نعمله عم كده ننزل بخلفية بيضة نقدر نسوده في Excel عشان تأخذ فانكشنزل في الExcel الفانكشنزل مشكلة في الExcel اللي موجودة في الكهيت تمام دي نقطة لو أنت عايزه زي ما حدرتك بتقوم تأخذ ونقوم بقى ونقوم بقى ونقوم بقى هنا ونقوم بقى هنا ونقوم بقى ونقوم بقى ونقوم بقى بس كده العلاقة بينه وبين أو الرابط اللي بينه وبين الExcel انتهى يعني لو عددت في الExcel مش هعدل هنا فحنا بنعمل عندنا الشكلين ما عمله اللي هو الخفاية البيضة هيبقى الExcel اللي عادي محفوظ جواب بلف الوتوكاد معاه أو بيتحول لتابل عادي محفوظ 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 بعمله أنا بعمل هو في جزء منه انه انه هو يشغل لك الرسالة دي لما يشتغل يعني انت الصبح فتحت الوتوكاد فبديك الاسار دي دي بيتدل لك ان ال System نزل خلاص تحمل System بتحمل فتاعة تشتغل علي لو عايزين نخلي وقت من الحضرات بتاعت حضرتك بس ايه لو حتى لو ربق ساعة الاسئلة مثلا اللي عند الناس اللي لي سؤال مثلا في الكاد برا برا الكورس بتاعنا يعني فيه مشكلة في الموضوع ده؟ مش مشكلة طبعا بس بحدد يعني يقول لي مثلا الموضوع لو صغير هنقوله لو موضوع كبير او موجود في الكورس معنا احنا هنأكله لان هو حضرتك بص احنا عندنا ماشيين بيه في مواضيع ماشيين فيها فهنا مسلا يعني مسلا هنا عملنا ديناميك بلوك انا فاهم انا فاهم انا باتكلم انا باتكلم تمام تمام الاتريبيوت اهو فانا لما قلت بشرح من شوية بقول لي احنا كان في واحد بيكلمني اللي هو بيعني ساعمل فبقوله دا اكسراكش مرة على الاكس اهو هيتعمل انا انا اللي كلمت عن الدكت كان بقول لي ليه قوت فهنشرح بعدين فكرة انك تقولي الموضوع اللي انت عايز تقوله فلو هو موجود معنا في السيكونس هنا هنحطه هنقول لك استنى لما يجي صغير هنشرح لو كبير هو موضوع عايز نقطة هنحط له طبعا نقطة هنا نقطة جديدة هنا هنشرح ونشرح ونشرح توقيتنا مثلا هتقولي الاكسراكش احنا هنجي في وقت ما هنشرح الاكسراكش فلو جيت تقول لي مثلا انا عايز اشرح الاكسراكش فقولك لا استنى اما نجي في وقت بتاع المحطة الاكسراكش في هنا نقطة جديدة اللي هي الكلاود ازاي انا وانت هنشتغل على ملف واحد مش ملف واحد بقى مكان واحد نشتغل عليه زي عندك زي عندي ازاي نشتغل احنا اتنين في مكان واحد ده هنشرحها برضا انا 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 فاهم كلام حضرتك اللي كنت اصده بس ايه انا فاهم في سيكونس ماشين بيه في الكورس وكل حاجة ومكتر الف خيرة كان انت هول عالبرنامج ده اللي كنت اصده مسلا ان فيه ممكن حد الفترة دي عارف كلنا مسكين شغل وشغالين ممكن حد يبقى واقع منه حاجة في شغله محتاجها مثلا او بيستعملها مثلا يوميا هو محتاج بس شرح فيها او اي حاجة باتكلم لو فيه كل خميس مثلا اخر عشر ده في الكورس لو احنا مثلا كورس ساعتين او ساعتين وربع او اي ما يكون ممكن نسيب عشر ده بس لحاجات البسيطة يعني لو خلص لو بس احنا معناش الباوربوينت اللي هكتش فممكن لو فيه حاجة جاية بعد كده اوكي خلص مش مشكلة مش هنسيرها بس لو حد ليه مسلا تعليق مسلا او حاجة مش قادر يشتغلها كويس على الكاد او اي حاجة فده اللي انا كنت اصده بس يبقى فيه عشر ده بس اخر الكورس اللي ليه سؤال في الاوتوكات بالصفة عامة يعني اقول لك حاجة حساب من اقول لك حضر لك حاجة حساب من كده كمان انا الواتس بتاعي موجود اي وقت اي حاجة يبعث لع الواتس ووقفها مع دلوقتي يعني انت عدردك في المكتب دلوقتي ومشكلة ووقفة معاها لو انا اونلاين معاك هقول هالك لو ما فيش هش طبعا لما بطرع الواتس هقول لك الحل المشكلية في ساعتها يعني مش نستنى مش نستنى ليمون الخميس تمام 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 وممكن حاجة تشرح بعد كده فانا اقول لك حل هالك يعني عادي يعني الواتس معاكو موجود والجروب موجودة اشرعلي في جروب الواتس الواتس اي موجود اشرعلي في الجروب او عنك اي حد من العضاء طبعا اي حد اهلا وسهلا بيه احنا خمسون عضو يعني لو لو كل واحد بس لو خمسين يتكلمه معايا هادر ان شاء الله ما تيلوهش يعني بس اطلبه انا ما انا ما بتأخرش في حاجة ماشي؟ طيب بعد اسنا حضرك بشمانة حسن نعم بالنسبة ل ده كورس هيبقى مستقل لوحده ولا ممكن نتكلم عنه في خلال الكورس ده ولا هو كورس مستقل بواحده هيتعمل انا عام بس هنا في جزء منه لو السيستم ده بس للذب ازاي يعني ايه لذب ان هنا في السيستم باريابول دي هتبقى متغيرة فازاي عملها اه سبت عندي في اللوحة تمام تمام جزاك الله خير يا بشمانة؟ لكن في جزء في طبعا في في كورس هيتعمل بعد من خلص ده ان شاء الله ازا كان يعني مرتبط به او هنشوف الادارة بس في البيم عربية لو في وقت تاني مسلا هيبقى ايه؟ هيدخل مع بعض يعني هيبقى وراء بعض ان شاء الله الاتنين اللوت الاسب والاا والبادل التكاد على طول تمام؟ الله خير يا بشمانة؟ ولو حد عنده لزب معين عايز عمله يقول لي لو قدرت عمله هعمله طبعا يعني او ممكن يكون موجود عندي وانا اقول عليه كنت عادة بس وحضر لك على حاجة افضل اه حضرتك بتعرف الواي كيو ار ايه الواي كيو ار هو هونما لست ما ما ذاكرتك من حضرات دي بس هو في واحد على يوتيوب بيشرح حاجة ادن بتدخل على الكاد وبيعمل بها حاجات هي بتبقى زي الليسبس كده والسكريبتاد بس بتسهل الشغل جدا كنت عايز قال يعني ايه؟ ايه الصيني دي الصيني بالضبط اوه ايه عارفها اوه هي دي فريق اصلا ولا؟ هي فريق اصلا طب يفضل نها نستخدم دي ولا نشتغل على الكادة على طول؟ ما هي 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 دي مجموعة الاسبات موجودة عندك تستعملها عايز تستعملها استعملها وانا برضو نفس لحك انا بعمل حاجات زي كده برضو هي اللي هي دي يعني الكشاف دي شركة اسمها كشاف هنا طبعا انا في في زملاء موجودين معنا في الشاركة هنا موجودين في شركة كشاف اندرق دي شركة اسباني كاب دي شركة مسرية هنا فانا نفس الان حتى تلاقي نفس الشكل ونفس المبدأ بس دي طبعا مطالبات كل شركة بتطلب حاجة معينة في عملها لها وطبعا حاجات مشتركة وفي حاجات حسب كل شركة بتطلب ايه؟ يعني بس هتلاقي القائمة هنا فيها حاجات غير كشاف. انه في كشاف الاركو اني لي. هنا في اندرم مش هتلاقي الحاجات دي. وكام مش هتلاقيها برضي. وهكذا. القائمة دهيت. اه واحدة عامل حاجة عامة. وبتحودها عندك بتعملها. طبعا غير حاجة خاصة لشركة معينة بتبقى الحاجة بتاعتها. طبعا البلوكس بتاعتها. لو حد حضر معنا الكورس بتاع الستاندرد. هيعرف. كان سؤال بس بعد ازنك شونس حسن. في جزئين انت كنت لسه شراحها دلوقتي. لما خدت. لما كنت شغال في الدينامي بلوك. اللي هي اللي. الحتة اللي فيها الكوردينس ال-E وال-N بس. ال-E وال-N. طلعت كوردينس. الكوردينس دي. دي كوردينس اتوكات. ولا كوردينس دي بالزبط. الفيلد لو رجعت بحطه انتفردت ليا. يعني اصد مسا احنا عشان شغلنا. اهي. انا مسا عشان لو بحبت ساعات آآ آآ ليفلز للبيبينج او اي حاجة خصوصا خاصة بال-infrastructure. ممكن في الموقع يطلب لها كوردينس او حاجة زي كده. فهل دي تفيدني في حاجة زي كده? ده كان سؤال بس يعني مش اكتر. بص هناخد ده مسلا بلوك ده? ال-E وال-N. دي كوردينس كوردينس كاد. يعني دي كوردينس الاوتو كاد. اه بس دي اه دي اقدر اغيرها? او اقدر انسبها لو 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 معي نقطتين مسلا في المشروع. حاضر. 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 بص ده علاقته بالزيرو زيرو. لو بصت على الزيرو. طب نلغيها بس ده عشان ايه? تبقى باينة معنا. اوشنز. نلغي ال-آآ لاية دوت الورا. اهو. ادي ال-E وال-N. اللي هم ال-X وال-Y. حاضر لك بص ابقى نعمل ال-block كده. ده ال-insertion بتاعته هنا اهي. تمام كده? نقرأ ال-X اللي هو الهو. هو ده. اللي هو هو. اللي هو ال-E. هنا ال-E هنا ال-X. ال-Y هنا داءية ت nessa 355. هنا ت Arena 355. هو بتتسب certain place to the zero zero. لو نقلنا ده dansprofth total zero. اهو راح للzero zero. نشوف اني ال� ﷺ بتاعتنا. اهي. اهو. ارى000 اهو. فانت بيقرأ coordinate للوعات. حسب الزيرو زيرو بتاعك. طبعا قدما انت خدت في كوردنيت ستشن هيشتغل هيشتغل على الكوردنيت بتاعت الدولة. ايه والان بتوع الدولة العديد. اللي هو انا وانت هنشتغل عليهم حاجة واحدة. فهو هيقراه. تمام? تمام. شوان زحمة نبهان? لا ابعتلي على الخصوة لان عايزك انت مخصوص يعني. شوان زحمة نبهان ده لان رايز صديقي اسمه وليد نبهان. مش عارف بقى هتبقون اصدقاء ولا اقبل. فانت ليك معز خاصة لان هو صديق اخ يعني. تتفضل معي في الخص وابعتلي وانا هبعتها كم حضر الفتر والمهندس عمر برضو لو بعتها لك. اي بعتها يعني انا اعجبها لكم. انا رفع الطاقة كي ستنام شوانز. اه كده وصل الكسابل وي كده بتوعك شوانز تمام? النقطة تي اللي بتسأل عليها? اه تمام. يعني انا مليش معزة شوانز حسن? اه تب تعال كده واجرب. تعال على الخص واجرب. انا عناية لكم وكلكم يا حاجة. انا بس انا مش كنت تفكرني ولا لا انا كنت بشغال معك في اندرا لو تفتكر. فين? مين معي? انا احمد ادم. انا احمد ادم بتاع كون كنت. اهلا. ازاك شوانز عامل ايه? الله يخليك. الله يبارك لك. انا تعال انت خاص بقى بجد. الله يخليك. السلسل ده انا كنت عامله في اندرا لما تزابعا شدت السلسل ده. انا وارت فولك قبل كده. ده. اه اه. كنت تشغل بيه و اه. هو عندهم دولة تشغلين بي يعني. او ناس يبهونه معنا. لا لا. بصمتك موجودة شوانز حسنة. الله يبارك فيك يا. طيب اه احنا خاصة لنا نريم البلوفة يا جماعة. الاتريبيوت. خش بالاتريبيوت يا جماعة مفائين ولا كده كفاية? انا معاكم. المهندس اه. يزال الله خير. رفع المحضرات اهي. رفعا. طبعا دنتم انا مقسمهم عملتهم اه بالموضوع. هنا المقدمة هي لوحدها. وكل حاجة لوحدها هي لهي. ده المنتيشن لوحده والفيلدز لوحده. والجداول لهم. وهكذا. قيس عمري. منس قيس من من العراق. حبيبنا تونس. بس انا غلبكو في الكورة برضه. طبعا احنا بعيدا عن اي حاجة انما بعض اشجع. اشجع اللعبة الحلوة. انا كان اللي بيلعب بقى. يعني حتى لو مصر والجزائر. مصر وتونس. مصر والمغرب. انا بتفرج على الكورة بحب. يعني لو لو الجزائر اللعبة الكورة حلوة انا بقول الله عليك. كلنا اخوة في الله. نكمل جزء الاتريبيوت ده. طبعا. كلنا بلد واحد طبعا. ربنا بقى يبدي الاحتلال على قد نيته. وعلى اللي عملوا فينا ان احنا خلانا كل واحد لوحده. زمان كان الواحد بيسافر من المغرب للمكة عشان يحج. ويجي لغاية عندنا احنا هنا ناخد المحمل ونطلع بيه على السعودية. ان شاء الله ربنا يأكلنا ان شاء الله. طيب. طيب يا مصر. طيب يا مصر. طيب يا جماعة احنا كده نخش على الاتريبيوت. في حاجة يا جماعة احده ده ما في حاجة. الكريشن بس بتاع الاتريبيوت بعد ازنك بش مصر اصلا. طيب. حاضر. الاتريبيوت يا جماعة هو هو البروك بتاعنا. اهو. عملنا بلوك اسمه دابل ديو. عايزين البلوك الجديد اللي هو ده? اهو. طيب يا جماعة نحط هنا بلوك. بلوك اديت هنا. اهو. عايزين نحط اتريبيوت هنا. اي تي. اتريبيوت. اهو اتريبيوت. نحطه هنا. الاتج ده يا جماعة ده اللي بيظهر لما بيجي نعمل جدول سطر جنبها. الاتج اللي هو ايه. انه المسلا ده. انا ااسف انا ااسف. ممكن بص الحتة دي تاني. ممكن بص الحتة دي تاني بعد ازنك. اي تي تي. اتريبيوت. اول اختيار يتظهر لما اجعمل بلوك ادي اديت. اللي هما دولة. اما اجعمل بلوك ايه تهو? بيظهر لي ايه? التاج. والفاليو. هما اللي بيظهروا لي هناك هما اللي بعملهم. واقول له اتريبيوت. واقول له مسلا هنا المنهول نمبر. المنهول نمبر. طبعا لان الاسم التاج بيبقاش فيه سبيس. فانو عايز انا بعمل مسافة او افضل سكو. بلو مانهول النمبر. الديفولت هو مانهول. انا هنا ممكن اعمل حاجتين. داش تيكست وبعد كده تعالى نجربها حسنا كده. عشان نبقى اعدل على طول. هنقول له bottom left. ونقول له جماعة هنا نزل هالي هنا. خلنا هعمل تيكست عادي. عادي. في اللي هو المنهول نمبر. ماشي. هما جماعة. وهعمله بقى بتاعه. معانا في الشغل هتبزر معانا بعدين. طيب. آآ بتاعنا بقى هنشوفه. اهم. نعمل دي اللي هو ما يتبعش. مخفي. بس يصبح معانا في قدات اكستركش. لما قلنا من شوية. زيش هندا بنحتاجه لما نعمله لما نعملو لما نعمل دينيوك بلوك والاتريبيوت ما يتحركش معانا. بقى اديت معنا هنا وبقى ايه مرتبا الصوت قطع بس بش مستحس للمدة دقيقة الصوت قطع للمدة دقيقة انا مسمعتش حاجة فلو هدك ممكن تعيد بس بقى احنا عملنا انت عملنا الاتريبيوت هنقول له هنا هنعمل التاج بتاعه منهول لاش نمبر التاج لازم يكون مفوش مسافية والتاجز لكل مختلف عن التانية لان لو شبهنا اتريبيوت هتلاقي طالع بلون احمر البرومبت ده السؤال اللي بيسأله لك اللي هو احنا شبنا التلات حاجات دولار لما نيجي نعمل منهول نمبر هنا ممكن مسافة بقى عادي احنا مش عايزينه مرتب الليل احنا عايزينه تم كده يا جماعة اللي بيهمينه هنا اللي بقى لوك بزيشن اللي لوك بزيشن ده لما نعمل الاتريبيوت ونلاقي الاتريبيوت سوريا ما نعمل ديناميك بلوك والاتريبيوت ما هتفينه هو مش لوك فهنعمله لوك وهو رهولك ازاي تعمل بعد ما نعمل هنا طبعا والتكست ستايل طبعا لو هزبط عندي تكست ستايل معين هيظر معايه هنا اشترا نعمل هنا اشترا نعمل هنا طبعا انا اقول ان انت التربوت فيه وما زهرش هعمل التربوت. هو كان فيه مشكلة في الصوت. كان فيه مشكلة من الصوت من اول محركة بتاديت الجدول. يعني اظنش لحد يسمع حاجة فما عالش لو حركة تادي تاني بس. حاضر. 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 طيب. لانا لو ما زهرش معي الاتربيوت كده. لما زهرش معي الاتربيوت. هاتب عن تربوت سينتون رايز. الامر ده. كم كده يا جماعة? هو طبعا موجود صغار هنا. المشروع هننزلين اخد مع اللوحة. هنا بقى بيبانلن هنعمل حتى هنا بلوك نفسه. سابق انما معنا. مع لازم حضرك يا باش مانز. نعم. معلش هو الصوت حمالي قطع. معلش هتعبينك معان النهاردة. اه اخترح بس على حضرك حاجة لو اه هو تقريبا على معتقد ان الزوم بعد ساعتين بيبدأ يبدأ يبقى مش مستقر يعني على ما اعتقد يعني. تمام. اه اساس حضرتك لو احنا اجهدناك النهاردة ما احنش. انا معاكم. نعمل واحدة جديدة. نكمل مرة تانية. اه نكمل مرة تانية ومعلش هو ممكن خليها نبدأ بيها اول مرة الجاية بحيس ان الكونيكشن بيبقى لسه قوي. بنقدر نفهم على طول القصة. سأزينك يعني اساسة بعض الناس لو الناس عايزة تكمل اوكي انا معاكم يعني فيش مشكلة. هو اقتراح بس مش اقتراح. طب ماشا يا جماعة. ده انا كنت عايزة اخوش على احنا حضرتك طبعا. روفيشنا في الحاجة اللي انت بتقولها فالموضوع بالنسبة لك بسيط وسه. بس احنا اللي بنستوعب فالواحد بعد ساعتين خلاص. مستوى تركيزه بيبتدي ينهار شوية يعني. ماشي حقا. لو ممكن نكتفي باللي خدنا النهاردة ده نتدرب عليه وكده وفعشان خاطر ايه نملتان اللي اسبوع الجاية ان شاء الله معلومات اكتر يعني. شكرا. طيب هقول لحضرتكو حاجة. انا في حاجات اه ماشي حاضر. انا هعمل لغاية. هنقف لغاية هنا كده. وتجربوا يرد بقى لغاية كده. اه. ماشي باشي من سومالي. اه. نقف لغاية هنا ونشوف. تجربوا. وطبعا المحضرة هتترفع. طبعا هي محضرة واحدة هتبقى مرفوحة واحدة. هنرفحة مرة واحدة. تمام? اه. لو مسترع النبي فعن الفحة. ومشهر بسم الله. انا نرفحها. اي حد اي حاجة في اي وقت. انا حاضر يتفضل معي في بعتلي على الواتس. على الجروب او على الخاص. انا حاضر في اي وقت. ماشي يا جماعة? كتر خيرك. كتر خيرك استاذ هزن متشكرين جدا عن محضرة الجميلة دي. طبعا احنا بنشرح البلوكات عام او بنعمل شغل عام. ولكن اه 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 كل واحد بيخصص البلوك في المجال بتاعه. تمام? اشكركم يا جماعة مش مانيش ارواية ده. اي وقت اتفضل معي في على المجموعة بعاتي لو اي حاجة وفت قدامك في. يا جماعة اي حد يطبق ويقف معا في حاجة انا حاضر. تمام? مش ماندسة شايماء نفس العينينا طبعا جزاكر الله خيرها مش ماندسة. سليمان جزاكر الله خير. جزاكر الله خير جميعا. اشكركم على الحضور. معيني يا بش ماندس روماني. روماني صح? روماني. طب في حد عنده استفسار قبل ما نقفل. ده اللواتس بتاع الخاص. دلو زير اثنين. زير اثنين. اختيار اثنين. ستة خمسة خمسة اثنين. ويقوم الشوانس. نستنى سنة مش هنفل بس عشان لو عايز ياخد رقم الواتس ياخدو مش ما ننس عمر احنا ممكن نسجل الاختشيات دهوات ممكن نتسجل وتحفظوا يبقى معنا لو حد عنده فكرة عن الحكاية دي يا جماعة يا ريت يقول مفيش تفكير دلوقت هنديكم بقى حاجات كده ايه ظريفة لزبات مجموعة لزبات اشتغلوا بيها ارا يوكو حدش يفكر في حاجة بس هتاخد ريكورد عنده بقى ياخد عنده التسجيلات الحاجات دي هنفتح انا مش هاي اديكو انا ممكن اديكو كل حاجة عندي ولكن انا اختار حاجات معانا كده كل مرة اديكو حاجة عشان لو اديكو كل حاجة شوية حاجة هتاخدوها ولو حد في حاجة معانا عايز يشرح هيبعث لي برضو يقول لي وانا حاضر كان البلوك بتاع البشوانس اللي بتكلم انا هارفع عالوكو عالوهن هنا وهاربعولكو حاضر هنا ماشي ماشي بشوانسي هنا على الواتس وعلى التليجرام معليش يا جماعا انا اسف على الحصر في جروب بتاع التليجرام انا مانع فيه ان هو حد يكتب اي حاجة حد يكتب يبعث لي على الخاص برضو انا موجود يعني جروب حاضر هستغزم بقى كده وهبتدي بعتلكو الحاجات هبعتلكو اسم كل واحد هبعتلكو اه اه في بعض جودة عندي على اليوتيوب فخشت انا اخدها ازاي بشمانتس حسن ناخدها اليوتيوب هتلاقيه موجود اللينك بتاعه وانا هبعتها دلوقتي هبعتها دلوقتي على الواتس وعلى التليجرام تمام لو تحط لنا لينك التليجرام كمان يبقى قطر خيرك حاضر اني ابعتها على الواتس وابعتها احدتلك في جروب الواتس انا في جروب الواتس لسه مشترك علي اه اوتوكاد ادفانست مظبوط وانا عمل بس من استذلك الا هو اوتوكاد ادفانست اعجب نعم اتفانست مصبب. مصببت. بس هو مع.. هو مع كل لسبي مشروح ده بيعمل ايه اللسبي ده؟ والاختصارات بتاعته؟ على اليوتيوب هتلاقيه. اه تمام تمام. اللي هنا هنزل اسم وهو بيعمليه والامر حاضر. هنزل الحاضر. شكرا. تم كده كمان؟ تم حاجة تاني؟ شكرا. 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 شكرا ممكن بس في حاجة صغريفة هنا عشان يتعامل معها احسن بقى شكرا هذا هو الإيميل الإيميل هنا والصورة هي وهذا وده كيو أرلي شكرا هو ما فيش حاجة تخطط على الوطس لحد دلوقتي ده إيميل نفتحها جماعة كلنا ماشي وهتلاقي فيه هتلاقي فيه بقى الحاجات على الدروب بتاعها او على الكلاو بتاعتها نفسها هتلاقي فيه الحاجات دي كلها اللي هو ده هنتقدر فعلي الحاجات دي كلها هتلاقي فيه هتلاقي فيه مكان كيو أردت هتلاقي فيه هتلاقي فيه وده هتلاقي فيه مكان وده يفتح الإيميل وتخش عليه وده هتلاقي الكلاود اللي تخش في المحاضرات واللي تتلاقي كلها موجودة خطبات ستحة ساميه ساميه وسأليني واعنا هزال فيه حضورك ما دي لازمان حاضر معتنا لك معلش هو gmail account وال password ده في اللينك اللي حدىك بعدتو ده اللي ده اللي اندخلو ده هنشتغل عليه في ال cloud بعدين فانا برفع عليه الحاجات بتاعتنا اللي احنا الحاجات اللي انا هحطها هحطها علي برضو يعني عندك ثلاث اماكن الواتس وعلى التليجرام وعلى ايميل اه تمام الكلاود ده اللي هو ايه مش فاهم يعني اه ما تفتح ايميل مش هما تفتح ايميل مش فيه درايف اه مزبوط اه فيه الدرايف بتاعه هو ده الكلاود الكلاود اللي هو اللي هو الكلاود اللي هي السحابة اللي هي مساعة التخزين بتاعتك في الايميل على الجيميل فانت عنده خمساشر جيجر كل ايميل فبتلاقي الحكاية ممكن نحط فيها براحتنا الحاجات اللي احنا اوزينا يعني تمام احساب الشيات الشمال بيحوزة الشيات سيب الشيات ما يجتمع تمام 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 انا سعيد يا جماعة بكم وأتمنى ان ان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة سلام عليكم سلام عليكم